السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم في الحلقة 57 من بودكاست جار نتكلم في بودكاست جار عن آخر الأخبار للأنمي والمانغا بالإضافة نتكلم في بعض الأحيان عن بعض ألعاب البديو جيمز والبورد جيمز معكم نقدم البودكاست بو خالد ومعاي أحمد الحمر ياهلا ومرحب فيك أحلا وسهلا ومعاي كذلك إسماعيل ياهلا ومرحب فيك أهلا وفيك أهلا أهلا والله للمنضمين حديثا لبودكاست جار تنقسم عندنا الحلقة لثلاث فقرات رئيسية فقرة الدردشة سوالف عامة وسوالف خاصة سوالف أنمي وخارج الأنمي حياتنا اليومية شون آخر تطورات اللي سويناها بعدين عندنا فقرة الأخبار بعدها فقرة المشاركات رد لكم في الحلقة هذه ورد مرة ثانية مسي على أحمد ومسي على إسماعيل مسيكم بالخير شباب شونكم مساك الله بالخير والكرامة ولا زين مرتاحين حلو الجو أنا ترى أحب هذا الجو البارد اليوم ولا من يوم الخميس لا لا إن شاء الله يكون نخلي الجو بعد الخطر المهم اللي في نقوله قول في عندنا خطر مهم جدا أنا وعدت المستمعين الحلقة الماضية قلت إنه في شي إن شاء الله إذا ضبط رح نبلغكم إن شاء الله فيه الخبر على معيار مرتفع جدا بالنسبة لنا أو بالنسبة لبودكاست جار وجدا سعيدين وفخورين في هذا الشي المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب تابع لدولة الكويت طلب من بودكاست جار إلقاء محاضرة عن الأنمي في معرض الكتاب الدولي في أرض المعارض الدولية في مشرف أوكي حين نعيد الخبر المطاني هذا عالي سريع زين اللي حصل تواصلوا إياه المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب للأشخاص اللي غير ليموساكنين بالكويت هذه مؤسسة حكومية بالكامل مؤسسة حكومية تعني أو تعنى في نشر الثقافة والفنون والأداب بإحياء بعض الأحياء مثل ما تقول محاضرات مثل ما يقول ورشات عمل وغيرها في دولة الكويت سواء على دائما شغلها حكومي يعني فما هي معنية على شيء معين يعني مو بس مسرح مو بس أفلام مو بس رواة كل شيء لها علاقة بالفنون والأداب والثقافة فحنا يعني كبودكاست جار فخورين جدا وسعيدين بهذا الطلب أو بهذا الاختيار فودي أرجع لكم حين شباب أول شيء أحمد واسماعيل أول ما جاكم الخبر أو أول ما بلقتكم أن ترى المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب طلب مننا إلقاء محاضرة كانت المفاجأة ضخمة يعني لا كان بالبال ولا على الخاطر يمكن أنتم تعرفون ببودكاست جار دعايتنا خفيفة جدا ما نحاول نسوي أشياء تجلب الجمهور بمعنى نحط لكم فيديو أقوى عشر ضربات في تاريخ الأنمي عشان تزيد مشاهدين فمشاهديننا هم الناس اللي يحبون طريقتنا الهادية والمعتبة ما نحطي جرافيكس فيعني أنا هذا الشغل يعجبني شغل هادي وعلى جنب وأصلا مو طالبين الشهرة بعدين فجأة عرف أن ترى في ناس الناس قاعد يلاحظون والناس قاعد يشوفون الشغل والناس عاجبهم وبعدين فجأة يقولون لا تفضلوا عندنا أنتوا قاعد تشتغلون بطريقة حرافية ومهنية ودقيقة ونحبكم تيون تيون وين معرض الكتاب الكويتي اللي من هو يديره ثقافة والفنون والآداب تبع الدولة يعني تحت طبعا مظلة هي تكون تحت مظلة وزير الإعلام يعني هي هي الهيئة بس تتبع الوزارة هو يامر عليها يعني جهة حكومية فوايد فراحت لا 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 شيء وايد يثلج الصدر طبعا هني ودي أستغل الفرصة وأقدم شكر لبعض الجنود المجهولين اللي بفضل الله ثم جهودهم أولي الأمانة يعني لا هو طلب مني ولا على علم ولا دراية هم اللي حطوا لنا فرصة مع مقابلة كوانتم جدا فخورين فيها كذلك واللي كذلك حطوا لنا فرصة في المجلس الوطني ثقافة والفنون والآداب فاسماعيل رائعك والله أول ما قلت لي يعني صدمت واستمتعت قلت قول الله شنو هذا هذا الشي اللي أنت كنت تقول لي عنه البداية وهذا الدرب الصح اللي ماشينا بس حسيت أنه بصراحة بس الحمد لله الحمد لله يعني هذا طبعا المجهود كنت أولا فضل الله سبحانه فضل الله ثم وانت تعبت لا كلها صراحة أكيد بس بخالد ما يقدر يعني لو لاك إن جمعتنا الجزء الأكبر من التعب والتنسيق هو أكيد بخالد والشغل أكيد أكيد حتى المستمعين ما قصروا يعني في مفارقة عجيبة بس قبل المفارقة نحاول أوسع في موضوع الشي اللي حصل مع المجلس الوطني اطلبوا مننا أن نلقي محاضرة عن الأنمي والثقافة اليابانية لكن بدرجة كبيرة الأنمي فإنت لما تكلم وهذا كلام يهمني جدا إنت لما تقول أن المملكة العربية السعودية قاعد تشتغل في جانب الأنمي لما تجي دولة الكويت في المجلس الوطني لثقافة الفنو الأداب يعطي جانب اهتمام للأنمي فأعتقد أن بدل خليج ياخذ خطوة إلى الأمام في موضوع الأنمي ما هو من الماضي للأطفال فهذه جهات حكومية بشكل رسمي في أماكن حكومية يعني شنو أكبر ملتقى ثقافي عام عربي غير معرض الكتاب في الدول العربية لا يمكن أن تكون المكاتب موجودة أي أن كان من ناشرين فشي جميل أن يعطونا محاضرة وراح يكون مدة المحاضرة تقريبا ساعة أعتقد أن أنا الأوان أني أظهر إعلاميا راح إن شاء الله أنا ألقي المحاضرة بالمساعدة أحمد إن شاء الله الحمر راح نقسم المحاضرة أنا أخذ نص وأحمدني أخذ نص أحمد ذاك اليوم شاف محاوري شي يقولي بو خالد اعتمار راح تأخذها كلها طيب فقالي إذا أنت يعني كملت كمل بضبط خلص محاورك على راحتك ومو ضروري ليش نشتت الجمهور هو محاور بو خالد قوية وتأخذ محاضرة كاملة أخذها إذا شفت أنه بالتحضير أنه لا ما بيأخذ ساعة كاملة فلا بأس بس لا تأخذها كاملة أنا شفت شفت اللي أنت محاضرة تأخذها كاملة إن شاء الله والله إن شاء الله طبعا متى راح يكون الحفل هذا أو المحاضرة هذه مبدئيا عطونا تاريخ أولي راح يكون في 28 نوفمبر 11 يوم الخميس الساعة 5 ونص في أرض المعارض اللي هو معرض الكتاب نفسه ممكن يتغير الوقت أو التاريخ إذا تغير راح نبلغكم إن شاء الله عنها في يعني طرق تواصماتنا تويتر أو اكس حاليا نستجرام والحلقة القادمة راح تكون قبل المعرض إن شاء الله إن شاء الله في شغلة بعدين راح توسع عنها بس أحين بقولها ضروري ضروري لازم أقولها شي بنفسي يعني المفارقة العجيبة حين إحنا في شهر شنو نوفمبر نوفمبر نعم بدأت فكرة أني أغلق بودكاست جار لأسباب قصة طويلة بس ما فيها يعني بريحك عزي المستمع طبعا ما راح نصاك بودكاست بس هذا 11 الماضي قبل السنة مو لأنه في مشاكل بس لأنه كان في عندي نقص في الأعضاء وكنت أحاول أبحث بعد سنة من 11 صارت الدولة تبينا أن نلقي محاضرة سبحان الله الحمد لله الإصرار طبع التوفيق رب العالمي فنشوف سبحان الله من شهر 11 الماضي لني أسكر البودكاست إلى 11 هذا نلقي إن شاء الله محاضرة في مكان كبير إن شاء الله هذا بخصوص المجلس البطني ورح نفصل إن شاء الله في بعض القصص عنه أو قصة البودكاست ورح إذا فيه شغلات إضافية رح نتكلم عنها إن شاء الله طبعا أعزائنا المستمعين وايد رح يسعدنا حضوركم لأكثر من سبب أولا أنتوا ممكن شايفيني مثلا في مقابلة كوانتوم إذا عندي طلبة طلعت مرة أو مرتين مع لا كي جي جي لكن وأكيد طبعا نشوف نشوف إسماعيل دكتور سيزر في الفيديوهات لكن بخالد أنتوا مو شايفيني بخالد هتكون نقطة صدمة بخالد ما حد شايفة وتدري إن إش دعوتو قاشي فانزاتك فانزاتك أنا أقول لك أنا ألماذي أنا أصرف دوام كلهم أخوان وخوات فانزاتك يقولوا لي يقولوا لي لابد يشوف بخالد قلت له قلت له الحمر أنا عندي صورته يعني ما تساب بس منه بخالد بخالد ما أقدر بخالد الشخصية السرية آخر مرحلة هذا عقب الرئيس الأخير إذا غلبته بيرفكت يطلع بخالد فأولا عشان تشوفون بخالد ثانيا معرض الكتاب مر بفترة صعبة وأعتقد إنه قاعد يطلع منها يعني يتفترة محزنة لما تروح معرض الكتاب إنه وين كان معرض الكتاب أول وين صار وبعدين شوي شوي يعني بجهود المكتبات هم بعد بجهود اللي يروحون اللي يراودون فالشي اللي لما إذا طاح ورد قام يستاهل ندعمه يستاهل إنه معرض الكتاب لازم يكون معرض ناجح وبالإضافة إنه إحنا كبودكاست جار لما بدأنا نتطرق حق الموضوع الروايات وبداية تتواصل مع المكتبات أكثر من المكتبة منهم التأليف اللي هو مست بورن مات وليد والضباب مات براند ساندرسون أكد لي الناشر إنه راح يحضر معرض الكتاب مالكويت أخذ زيت له بتويتر وردوا عليه قال راح نجي إن شاء الله أعتقد رشي في أبواء العاصفة راح يجون بس ما ردوا عليه فمعنات مثل ما قال أحمد فعلا في تطور حتى إحنا اللي نحب الروايات الفانتازية أو ساي فاي بدأ يطلع الشيء هذا موجود هناك تصديق أحمد السامة ماضية لما رحت في بعض دور النشرة والمكتبات تبيع مانقة عربية طبعا أنا ما أدي شون ترخيصهم بس لها قاعد يبيعون هناك من ترجمة بالعربي في كذا يعني بوث هناك يبيعون فيعني أعتقد إن شاء الله هذا بالضبط بو خالد يقودني إلى النقطة الثالثة النقطة الأولى تعالوا شوفوا بو خالد شنو شكرا علقه عن ضمير والله عشان يرتاح ضميركم والله عشانكم وعشان أنا شايفه زين النقطة الثانية دعم لهذا هذا الأفنت المهم من أهم من أهم الأشياء اللي تصير بالكويت هو معرض الكتاب الكويتي كان في يوم من الأياميون من كل الدول والشي الثالث إن دايما في ناس أسمعهم بو خالد وليهون إسماعيل يقولون أنا ما أحب أقرأ أنا ما أحب أقرأ هذا نفس اللي يقول أنا ما أحب أطالع أفلام أنا ما أحب أروح مسرحيات يا جماعة ترى عالم عالم الترفيه هو عالم ضخم الأفلام في أشياء كوميدية في أشياء لا ثريلر ومجرم ولازم يصيد الشرطي في أشياء رعب في أشياء فنتازية نفس الشي المسرحيات نفس الشي الأنمي ونفس الشي الكتب صعب أصدق واحد يقول لي والله ما أحب الشعر صعب أصدقه يعني أنت إذا شفت شي جميل ما تستمتع فيه هذا شي صعب فحتى لما تقول ما تحب اللوحات تروح محل متحف لوحات يعجبك فتعالوا معرض الكتاب أنتم ما تدرون شنو تلقون أنت ما تدري شنو راح تلقى راح تلقى أشياء راح تسحرك وتبهرك وتفرحك فتعالوا يمكن يفتح عليكم باب جمال في حياتكم ما كنتوا تدرون عنه خصوصا أن المعرض مجاني دخول جميع الأصناف موجودة أنا الأمانة لي فترة طويلة غبت عن معرض الكتاب السنة طافت رحت وفعلا قاعد يشوف أنواع من الكتب العربية كتب الأجرامية الترجمات الموجودة اللي فيه أنا ما كنت أدل أنه يبيعون مانقا يتخيل أنه مانقا يبيعون في معرض الكتاب طبعا هذا فيه أقسام معرض الكتاب مو صغير ويأخذ لها فترة تسبوع تقريبا هذا أهم خبر بالنسبة لجار كاست ممكن يعني من تأسيسه أنه بحجم مؤسسة دولة تطلب مننا هذا الشي وراح نعطيكم يعني إذا تغير للتوقيت أو التاريخ راح نتكلم إن شاء الله فيه هذا أهم شي بالنسبة لي طبعا هم كذلك سمحونا على حلقتها الحلقة الماضية شوي كنت تعبان أنا وأسماعي ليس مع صوتنا بس الحمد لله يعني أدينا سويته بعد شباب تفضل ده أفضلك طبعا خلصت أزوماكي بس أنا أزوماكي صحي زي قبل أزوماكي أنت قاعد تطلع live رديت إي خلاص ما وقفت خمسة شهر بعد تذكر بعد سارفة الأكانت القديم يصار في إي 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 كنت أنا أتوقع كنت تتابعني من ذاك الوقت إي إي سبحان الله تقريبا تقريبا قبل سنة ونص أو سنتين غلطة مني أنا تشيت لينك معين على أساس أن وشغلة هذي قالوا تسريب وون بيس صافي تسريب وتسكر أكاونتي فصجي يعني طلاق يعني يعني أنا تؤوني كنتاش خمسة آلاف ومستانس ومسوي ذاك العيشة حق الأهل طلب لهم مطعم وشذي ف كان أنا راح أكلم صاحبي صاحبي طبعا يعني يعطي العافية أو هو اللي يعطاني بوش قاعد يصول في النعاية ترى بدلا الأكاونت أكاونت ثاني تسوي مدام أنك أنت عارف الدرب الخمسة آلاف هذي بتصير عشرة بسهولة فثاني يوم خليت الأكاونت خلاص يولي وأشوفه والدم عليه معلقة ثانية أشوفه أشوفه والفولوورز قام ينزل وأنا تعبان عليه كان أقولي بلاها هل من دكتور سيزر بس هل ما راح أحط بدلا لداش آخر شي حط النقطة ومش بلشت أقل من كان خمسة شهر وصرت خمسة عشر ألف وصعد الحمد لله الحمد لله يعني صار صرت وايد أحسن تعلمت من الأخطاء اللي قبلك تسويها عرفت بس كنت موقف كنت موقف في الأترة هذي فحين رديت ويستاهل أرد يعني على الموسم الحلو هذا من الأنميات الممتعة صحي فردينا على هذا في عندي نقطة قبل أن ندش في الأنميات عن زين أول شي في شغلة من زمان ودي أتكلم عنها حق المستمعين عزيز المستمعين تسمعني بلغني لأن هذا الشي ضروري جدا 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 بالنسبة لي كل حلقة من بودكاست شار من الحلقة الأولى للحين كلها في صندوق الوصف أنا أحط روابط حق أي عرض دعائي حق أنمي هل في أحد قاية يستفيد هذا السؤالي لأنني بالنسبة لي هذا يعتبر مجهود إضافي إذا حسيت أن الأغلب مو مهتم حق الشي هذا فرح يعني أشيل عن كاهلي حمل شوي لكن إذا في ناس تهتم حق العروض الدعائية اللي في صندوق الوصف نحطها يلي تتبلغوني لأن هذا هم يأخذ مني جهد من زمان كتاب يسأل المتابعين صح إي فما أدي أنا قاعد أحط الروابط وما أدي هل ما يبين عندي نحد تسوى كليك عليها ولا شي فبلغوني إذا والله تهتم ونحكها إي راح أستمر عادي ما عندي مشكلة أذكر باللينك لا أحيل لما أديش حلقة اليوتيوب تحت في صندوق الوصف حلو يهل لينك مثل والله ترى وان بيس الموسم الثاني هذا لايف اكشن حطوه لعرض طق على الرابط يحولك لا ممتع هذا أنا عن نفسي أنا قاسم عن نفسي لا والله ممتع أمو هذا أنا ما أدنى فيها حدي يهتم أنا بصرفك عني لأنني أنا حلقة حلقات القديمة بس أهم حلقة اللي كانت حلقة وان بيس اللي يعني أبدعتوا فيها أنتو الأثنين صراحة كنت أدش على اللينكات وعرفت لأنه بالنسبة لي في أشياء مثلا في حلقات معينة شي معين أنت تذكره أنا أحبه ولا الحمر يذكره أنا أحبه وفي لينك لا لا أدش على المصدر وبنسبة لي أنا نشوف بعد المستمعين بالنسبة لنا إن شاء الله آخر شي قبل أن أدش بالحل الأنميات عندنا الحلقة الماضية أو مو حلقة الماضية أسبوع الماضي سجلت أنا مع محمد أبل هذه الحلقة أنا متطلع أني أسمع متشوق لها والله يعطيه العافية للأمانة يعني إذا يسمعني يا مسعلي ذو الخير يقول يسمعنا هو عد إذا تجير رح يرد علي واتساب المهم مع محمد سويت شغلة ما سويتها من أول ما سويت البودكاست خلني أقول أني سويت رقمين قياسية مع محمد أبل محمد أبل محمد أبل ما سويتهم نهائيا قبل هالمرة واحد أول مرة أسجل حلقة بدون إدت يعني ما قدرت أسجلها كات من كثر ما أنه كل كلامنا كان ما شاء الله مضبوط ومرتب وتداخلات جميلة بالحوار ما أحتاج أسجل كات ما في شي أسجل كات شا سوي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تعتبر أطول حلقة في القناة لشخصية واحدة في حلقة رهيب في حلقة ثانية ثلاث ساعات وشي بس كان في ضيفين يعني هذا يأخذ جزء وقت وضيف الثاني يأخذ جزء وقت كضيف واحد هذه أطول ما شاء الله خلصت وأنا الليلة الحين في بالي أسئلة تصدق ما سألتها أي أنمي تحب يعني أبسط سهل هذا أهم شيء لا لا أنا أخذت موضوع الواحد ما يشبع الواحد بعد يظل الخاطر شيء طارت الثاني رح يكون إن شاء الله بس طويلة وإن شاء الله يعني يطيل عافية محمد أبل وستوري يفتز إن شاء الله ترقب والحلقة رح تنزل إن شاء الله إن شاء الله هذه أهم النقاط اللي عندي نديش في أوزماكي مثلا قاطعتك لا لا أوزماكي اللي يشوفه يشوفه إنه رعب وهذا أنا الصراحة كنت أشوفه طريقة فلسفية ما كنت أشوفه من جانب إنه والله رعب أو المشمئز أو الداخل اللي هو الرعب النفسي لا لا خاصة في نهاية الحلقة اللي هو حلقة الرابعة وهو أربع حلقات أي أربع حلقات الكتاب هو كتاب واحد سووا أربع حلقات عن سوء الانتاج أنا شفتها بطريقة ثانية شفتها إنه معانات الناس من الظواهر الطبيعية من الحروب من حروب البيولوجية اللي مثل الكوروان اللي حاشتنا المعاناة شنو يصير في الناس وأغلب يعني أقرب مثالها الحين اللي قايا يصير فيه غزة اللي قايا يصير فيه غزة والبيوت الناس اللي تطلع من البيوتها تتشرد من بيوتها أكل ما في الظلم اللي قايا يصير في جميع الحروب اللي قاعدة تصير شوف حلقة الرابعة صدقني راح راح يعني وشوفها من منظور ما لاتشوف المنظور أنا أنيمي لا لا شوف المنظور فلسفي منظور لأن الكاتب يقصد سقاط معين عليك نور بالضبط كلش أنا قلت استحالة خاصة شا اسم الكاتب جنجي جنجي يوتو جنجي يوتو استحالة خاصة كتاباتها ما تكون كتابات الناس تشوفها رعب وهو رعب صح نفس نفس نما أقول لك كاتب اللي هو ناوكي 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 ترى كله فلسفي كله عنده رسالة فعشان شانا أقول لك ياه بالنسبة لي أنا أصنف الحيب اللي خلصت أصنفه من أفضل أنيميات في هالموسم لحد درجة لأن أنا ما كتشوفه ترى فيه سوء بالإنتاج وفيه يعني فيه ناس ما تعجبها اللي هي الرعب النفسي أنا كتشوفها من منظور ثاني منظور قاعد أعيشه يوميا الأحداث اللي قاعدة تصير في عالمنا الواقعي فصراحة أبدع أنا بالنسبة لي شفته وللأمانة ما نظرت لنفس النظر قاعد تابع يعني قلت لي ياهنت أوكي الانتاج أنا ما راح أتكلم عنه الانتاج انتاج إيه ما ما تتكلم عنه شفته الحين لكن أنا حسيت إن إشكالية الأنمي بالنسبة لي يعني في الاقتباس يعني ما أدري ليش يحس إنه شوف حلقة بينفجأة فيه طمر زمنية فيه شغلات فيه شغلات ساقطة أنا ما قرأت المانقة فما أدري هل المانقة بالطريقة هذه ساعدني قاعد على موضوع هذا على الكلام اللي تقوله شفت وايد نقد موضوع أن اقتباسهم كله غلط اقتباسي يعني الاقتباس الصحيح ما صار يعني الكتاب ما اقتبسه بالضبط المانقة قاصة اللي هو الكتاب المانقة نفسه فهم صاح أنا سمعت في تويتر الكلام بزيادة إيه لأن أنا قاعد تابع اللحظة الحلقة الثانية لحظة فهذا الشي اللي صار فيه 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 شغلة فأعتقد أنا إنتاجيا ما راح أتكلم لأن أحس أن الهدف ليبيل مخرج أحس أحس يعني شدي أحس أن أعطاني ولو أن فيه إشكالية بس أن مو مهم أن يسوي لي قوي بس الاقتباس أحس أني أنا ضحت يعني غير أنه فيه غموض ويعني زيادة الاقتباس طبعا فترة الماضية الأمانة ما شفت ولا أنمي إلا واحد غاندام شا اسمه حلقة واحدة كلها آه زلت زلت ستة إيه ست حلقات شفتهم طبعا فيه صات تصحيح حق خبر راح نقلناه قبل كنا نقول كل حلقة فيه مكان معين فيه خبر لا لا طلع مو تشديد طلع أن كل حلقة صحيح أنه فيه مكان معين بس حق نفس الناس يعني تخيل ناس في معسكر يصير أحداث المعسكر بعين تقلون حق المخزن حلو يصير أحداث اللي في المخزن فهمت الفكرة يعني تشديد ويتكلم عن منظور يعني السيناريو ما عجبني أنا اللي عجبني بالأنيمي صراحة الرسم اللي صحي الريليستيك اللي هو كأنه واقعي خصوصا من محرك ألعاب الريل انجين عرف لما تلعب ألعاب وفجأة يصير فيه مقطع سينمائي تخيل جودة المقطع هذا هذا الأنيمي قايت تابع فلما أشوف القاندام قايت هاوش أو أشوف الغابات أو أشوف الدبابات أو أشوف الأمور العسكرية الآلية ما أقول لك البشر أو حتى الصواريخ أو الرشاة الصوتية أستمتع أما الشخصيات والسيناريو ما راح أتكلم عنها لأنا ما عجبني صراحة شخصيا فهذا من ناحية قاندام تابعتها بس والفترة الماضية فترة مرض مرت فيها وغيرها من الأمور هذه ما تشوف شار شار ما يجيكم فأحمد سويت بعد في شي أنا أهنميين لازم أمدحهم وأنصح فيهم كلامكم اثنينكم كان عدل وخالد واسماعيل كلامكم حق دراغن بول دائما رهيب 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 لا موصج لا موصج بس بس في ربط صح ولا صار اللي بزيء بالضبط فالكل اللي تحتاجون تشوفونه أخوة دراغن بول زي ما يحتاجي تشوفون سوبر يا جماعة حبكة القصة ترتيبها ردت فعل الشخصيات المنطق الداخلي للعالم كلها كانت مسموتة ناهيكم عن ديزاين الشخصيات اللي كنا فاقدينا هذا الدزاين الجميل اللي رجعنا لدراغن كويست ودراغن بول القديم خفة دم الشخصيات وجود رجوعهم إلى زمن الطفولة طبعا يعني شفتم من التريلر أنهم يرجعون أطفال ماستر روشي وهو ياهل قوي 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 مستر سيتن وهو ياهل قتلني وهي دستانس يعني من كثر ما أنا مستانس كل ما يروح على شخصية ويمشي عنها يظل بالخاطر شي يظل بالخاطر شي لا أعطني زيادة لا أبي طول لا يكون بتخلصون القصة ترى أنا أبي وايد زيادة من شدي فهذا كان رهيب يعني أنا شفت حلقتين وبعدين لا لازم أنطر فاليوم الصبح شفت الحلقة الثالثة كل حلقة استمتعت فيها من أولها لأخرها ولما خلصوا بعد ما بالإيد شي شان أرجع أشوفهم مرة ثانية شا سوي شا سوي لا بعد ما في زيادة حلقات طبعا لا لحين نزلت الرابعة آه أنا لم نشوفها على نتفليكس نتفليكس بس دراجون بول دراجون بول ترك الأنيميات تنزل بوقتها نفس يابان إلا دراجون بول ما ذري ليش شوف طبعا أحمد ووان بيس ووان بيس أهم بعد نفس الشي متأخر إي على ما يترجمونا أو ما أدريش المهم متأخرين حلقتين طبعا أحمد لما نسولف تعطينا بيت شعر أنا جحس لك بيت شعر صلي اسبوعين يا الله فوقه طبعا بس كنت أنتظر مناصبة معينة فنلتقني دراجون بول فيقول لك لو ما لقلبي عن هواك نزعته عفية وشريت قلبا في هواك يذوب يذوب آيات حبك في فؤادي أحكمت نعم من قال أني عن هواك أتوب أتوب هذا دراجون بول هذا دراجون بول ما نتوب عنه ما نتوب عنه دراجون بول لا ولا جي تي وهيروز عادي نتوب عنهم لكن لكن الباجي شوف الشخصية اللي تأسس شي دايما يكون لها مكانتها الخاصة مثلا إذا فكرنا بالسوبرهيرو نفكر دايما بالسوبرمان أول واحد بعدين دايما هذه الشخصية ترجع بوجوه غير سواء مثلا بـ The Boys في هوملاندر جوبترس لغسي في مادري شنو انفنسبل في أومنيمان ترجع ترجع لأن هذه الشخصية هي point of reference هي نقطة الرجوع لن نرجع ونشوف شنو أكون أبني عليه وصار عند البشرية قبول ومثما يقول منطقة أمان لما تلعب هناك مؤلف تحس أنها خاصة ناس تقبلها حتى حتى الشخصيات اللي ما تشابه سوبرمان هي متأثرة بسوبرمان يعني مثلا باتمان هي الشخصية اللي مو سوبرمان سوبرمان يلبس ملون هذا يلبس أسود سوبرمان عنده قوات هذا ما عنده قوات سوبرمان بالنهار هذا يطلع بالليل وهلو ما جرى نفس الشي شرلوك هولمس مثلا دايما إذا بنفكر بشخصية المحقق البوليسي نزين في وايد شخصيات نحبهم أكثر من شرلوك هولمس اللي شاف مسلسل كولومبو وايد كان حلوه سيجارة هيركيول بورو أنا المفضل عندي مال أغاثا كريستي لكن يبقى لشرلوك هولمس مكانه مو شرط أن الشخصية المؤسسة تكون أول شخصية يعني كان في قصص بوليسية قبل شرلوك هولمس كان في سوبر هيرو قبل سوبرمان لكن يتهى الشخصية وغيرت كل شي هذا قاعد أقوله لأن مكانة دراجن بول دايما محفوظة بين الشونن خل تطلع أشياء مثلا أنا عندي دراجن بول لا يقانن بوان بيس ووان بيس وايد أحلى من دراجن بول لكن بالضبط هذا الولد المدلل هذا ما تقدر بضبط مهما أنك سيء معنا مو سيء هذا مو الولد المدلل هذا الجد المحشوق هذا يدل كلهم عياله لا تكابر عليه لو ما أهوت كان هما مو موجودين فلا أي أحد يقول لي والله هذا وان بيس أحسن من دراجن بول مو هذه المشكلة حتى لو وان بيس أحسن من دراجن بول دراجن بول مكانته محفوظة صحب الضبط عليك نورينا طبعا أخف يمسكونا علينا بعدين عسافة سوبر هيرو مو أول واحد سوبرمان اللي عرف سوبرمان بس كاسم كسوبر هيرو تصنيف حديث يمكن الأول سوبرمان بس في نفس سوبرمان بس ما كانوا يسمونهم سوبر هيرو أي يعني تكلف كتصنيف كاسم مسمى ممكن أنا طبعا أي تفضل الأنمي الثاني هو تكملة 7 deadly sins 4 horsemen of the apocalypse شفت قلتلي بس شونا وايد من المشاكل اللي أول شي نفس ما قلنا عن 7 deadly sins ترتيب القصة تبلور الأحداث ما أدري شنو وايد زين لكن بعدين غلط أغلاط وظلي غلط وما أدري شنو هني إلى الحين الأغلاط اللي قبل مو موجودة زي واو فما في إلا شيء صغير وصغير وصغير كل شيء استهجنتها غير شديل قصة مضبوطة مع جمال 7 deadly sins تذكرون كل الأشياء اللي تحبونها ترى موجودة وأحسن تصميم الشخصيات الجميل التشويق والحماس بالأحداث الهوشات الحلوة السيوف السحرية قصة محبوكة وزينة بالعكس قصتها مسموتة أكثر من 7 deadly sins يعني حلو حلو أنا ليل حين قاعد أشوفها وايد راضي عنها الحين ما ندري وين راح يروح لأن هذا عمل غير مكتمل لما شفنا 7 deadly sins هو عمل مكتمل وقدرنا فيمكن يخرب بعدين يمكن يصير وايد سيء كأننا نحن قاعد نحكم على ماي هيرو أكاديميا من أوله زي سؤال هل ممكن واحد يسألنا يقول هل لازم تشوف لي قبل 7 deadly sins مو شرط لا 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 مو شرط لا تقدر تكمل بدون أكيد إذا شفت 7 deadly sins راح تعرف شنو صار يعني أكثر بس تذكر في الأفلام ستار وارز ينزلون ثلاثة ثلاثة بسنة 79 وثمانين وأول ثمانينات نزلوا وأول ثلاثة أفلام بعدين ظلوا وعشرين سنة ما قالوا لك شنو الأفلام اللي قبلهم نزلوا ستة وسبعة بعدين بالأواء الألفينيات نزلوا ثلاثة بعدين بالعشر سنين الأخيرة هم بعد صار فرق عشر سنين شي تشدي نزلوا ثلاثة فإحنا شفنا الأفلام اللي بالوسط واستمتعنا فيهم وظلينا عشرين سنة مستمتعين فيهم وحلوين بدون ما ندري شنو القصة اللي قبل فنفس الشي تقدر تشوف فور هورسمن من أول لآخرك اللي تستمتع فيه وإذا تبي تشوف شنو صار قبل كيفك إذا ما تبي تشوف مو مهم عادي طرعا قلت عن ستار وارز اللي احنا شفناهم أربعة وخمسة وستة اللي نزلوا أول فيلم ستار وارز نزل هو الجزء الرابع بعدين الخامس بعدين السادس بعدين وقف عشرين سنة بعدين نزل الأول والثاني والثالث بعدين وقف عشر سنين وبعدين نزل السابع والثامن والتاسع أنا بالنسبة لي أمس أمس بلشت ألعب لعبة زين طبعا بيتة مؤقتة زين مستر هنطر وايلز زين عاد أنت تحبها السوالف أنا عادل أي بضبط فمستر هنطر رح أحط لكم أحين رح أتعب بالمونتاج رح أحط فيديو رس عشان مستر هنطر يعني لا يحبتك عيني ما ضامك الدهار لا ذا بي زباين معنى اللعبة حلوة يعني الشاهد من الموضوع أن اللعبة مستر هنطر رح أجربها أي واحد حاب مستر هنطر وورد تقتماما أن هذه اللعبة رح تكون أحلى من وورد نزل كذا جزء خلنتكلم حنا عن وورد اللي نزل قبل 6 سنوات تقريبا إذا كنت حابها ذاك الجزء تقتماما أن هذا الجزء أجمل من وورد طبعا أنا ما رح أتكلم عن تفاصيل لعبة لأن عرض جدام كايزي مستمع باتكلم عن بعض التفاصيل الجانبية نعم زين عفوا أنت لعب على ستيم أنا لعب على ستيم نعم أول شيء التيم رح يكون بالصحرة التيم الأولي لما طلع في عرض دعائي قبل ولا في واحد لابسة عمامة وقفل لحيتة وسودة قلت هذا شنو عربي بس جدي شكل عربي زين وصحرة ولا يطلع من كاب كوم شركة المنتجة حق اللعبة بعض المعلومات عن المدينة الأولى اللي رح تستقر فيها أنت كلاعب اسم المدينة كنافة حلو كنافة اللي هو كنافة طبعا كنافة من شنو ينتجونها تطبخها شنو شون تصنحها شاقش طايا جبن صح فمدينة كنافة اللي في لعبة مصر هانتر مشهورة بالجبن اللذيذ حلو باللعبة نفسها وراح حط لك صورة عزيزي المستمع تشوف أن على الطاولة في دلة عربية مو شكل دلة لأ دلة عربية وفناجيل فهذا الشي جانب يعني حاول أسوقها قل لعبة يعني تعالوا لابوي والله العالم أن هذا أثر السعودية على كاب كوم ما أدري أتوقع للآخر تقريبا 3 و 4 سنين لاش شنطر سعودية بمجال الألعاب وخاصة بالشركات الشركات هذه ممكن أنا ما أدري بالعكس لو كان هذا الشيء موجود هذا الشيء إيجابي لكن بشكل عام أنا لاحظ ومن زمان قد تكلم عن الفيديو جيمز حتى في الأنمي اليابانيين من فترة إلى فترة تكلموا عن العرب يعني أنمي ماغي وغيرها فيه فيه يعني ما هو غريبة على الأمريكاء عفوا ما هو غريبة على اليابانيين يحطون ثيم عربي دراقون كويست 11 آخر دراقون كويست اللي هو جزء رئيسي وكانت فيه مدينة عربية وان بيس آر باستا فاليابانيين ما عندهم مشكلة يحطون العرب صح صح مو غلط لكن شوف لما نزل ستريت فايتر ولما نزل كينغ أفايتر على أساس أنه بيبون شخصيات من دار مدار العالم يابوا من البرازيل يابوا من أفريقيا يابوا من الصين يابوا من أوروبا يابوا من فرنسا يابوا إيطاليا العالم العربي كله ما كان مننا واحد ستريت فايتر الأول ستريت فايتر الثاني ستريت فايتر ألفة ستريت فايتر الثالث ستريت فايتر الرابع ترى كل ستريت فايتر عمره ما يقل من عشر سنين سنقول ثمانة سنين ثمانية بأربعة على مدى أكثر من خمسة وعشرين سنة أكثر يعني متنزل ستريت فايتر الأول سنة التسعة وثمانين لأن ستريت فايتر الخامس ما يتولى شخصية عربية نفس الشي تكن بالضبط بالضبط تكن الأول تكن الثاني هو فكرته أن ناس من حوالين العالم يابو روسي يابو برازيلي يابو أفريقي اثنين أفريقيين يعني حتى دب يابو الله يخليك بس ما نيب عربي يابو خشبة صح فصحيح بس ظهور الشخصية العربية هو شيء نادر جدا شوف أنت حين تكلم عن شخصية أنا أتفق معاك أنا أتكلم عن تيم في الأعمال اليابانية موجود الصحراء وأمير وأميرة متكرر الشيء هذا لكن شخصية رئيسية عربية شخصية رئيسية عربية صح عفوا مونستر هنتر هو فيديو جيم الحضور في الفيديو جيم هو شيء نادر جدا إذا كلش كلش مثلا بدراجون كوست أو بغرانديا بتشوفها فهو اللي أنت تفضلت فيه أنه بوسط الصحراء في خيام وقاعدين فيها بدو أن هذا الشخصية العربية وانبيسي قلناها عشان شهروا شيء يعني حق المتابعين أرى بست أنت تشوف الثيمة العربي بس لا اسم الملك عربي ولا اسم البنت عربي فأنا متفهم الشخصيات أهو رايحين على الفراعنة أنه نفر تيتي فهو نفر تاري نفر تاري نفس نفر تيتي كذلك هو كان وايد على الفراعنة أراباستا يعني بالدين الفرعوني أوزيريس الإله اللي ويها على جاكل ابن آوة وولده هوروس اللي رأسه على صقر يصير عندهم مشكلة مع أخو أوزيريس الإله الشرير ساث اللي هو رأسه على تمساح كروكودايل فطبعا شنو يسوون يخلون اللي يحمون الملك نفر تاري نفس نفر تيتي أهوما ابن آوة وصقر اللي هو شاكل جاكل يعني ابن آوة بالانجليزي أوبل إنزين والمجرم هو كروكودايل على ست فكان يعني داش بثيمة بثيمة الفراعنة بس غير عن شدي يمكن ألا باستا اسم العاصمة يعني مو عربي بس ألوبارنا عرب عربارنا عربارنا عرباستا عربارنا يعني تمشي بس هذا هو وجود الشخصية العربية بالأشياء اليابانية هو شيء نادر جدا كشخصية صح حتى لما يتكون ثيمة اللعبة هو أنك تأخذ شخصيات من دول مختلفة يعني الفكرة اللعبة كينغوف فايتر ستريت فايتر تاكن ما أدري شنو إن الناس يتيمعون من حوالين العالم راح يتيمعون من كل العالم إلا لا موسالمين نحن موسالمين يعني من تايلند يابا ومن ما أدري شنو يعني ساقات من تايلند يمكن أحمد أنا بقول يمكن مو عذر أنه إحنا ما عندنا فن قتالي بارز مثلا تايلند عفا تايلند عندهم شاسمها رياضتهم ماي تاي ماي تاي اليابان عندهم كاراتي كوريا عندهم تيكواندو البرازيلين عندهم هذي اللي تشنا يرقص مايش اسمها طبعا بلاد العرق السلافي اللي هو روسيا ما روسيا هذول اللي عندهم المصارع عمالتهم أنا ما قاعد حط حق الياباني يعذر بس ممكن هذا الجانب أنت شفت لما بستريت فايتر فور ما حطوا شخصية عربية عفوا أثابك الله حطوا شخصية تركية هاكان شفتوا بلا ناشا تعاماتها ما لعب بالعفايت فما أدري صرافة سوى سوى مصارعة بالدهن يعني طلعوا لشي طلعوا لشي لما بغوا يحطون شخصية تركية فهذا ليش أقوله أن اليابي الصلاة ما طوفة لو كانوا لو كانوا يابون شخصية إن زين في شي نلاحظة طرح ترضيعت علي اللي ابت مصرها انتر قادة عندها ندحة في شي نلاحظة إن فجأة لما شركة ايوليث خذت شركة اس ان كي زاد عدد الشخصيات الكورية بطريقة ضخمة في ألعاب اس ان كي كينغوفايترز وغيرها الشركة المستثمرة يكون لها ايد الحين اس ان كي مو الحين بعدين لما صارت اس ان كي تمويلها صيني زادت الشخصيات الصينية هذا الولد اللي يتاوج مخدتها الحين منه قاعد منه أحد المستثمرين الكبار في اس ان كي سعودية سعودية احد المستثمرين الكبار ان زين منه قاعد يحط يشتغل ايد بايد مع كابكم سعودية فاذن الحين كابكم من ستريت فايتر الخامس احنا الحين بالسادس يعني من قبل عشر سنين فجأة طلع لهم شخصية عربية لا وشخصية عربية مو يتهاوش بكسات ورفسات لا تكنولوجيا هذا وعنده تكنولوجيا وعنده ما دري شنو مثل شاشة صغيرة يحطها على عين يعقل ترى على فكرة اخوانا اللي بالسعودية انا ما راح اقول ان اوه السعودية سوت انا قاعد احسيني جزء منهم جدا انا فخور جدا سعيد في الشي هذا وده شو بسكوير انيكس وده شو بسكوير انيكس وده شو فيه ان انتدو متى ما ينزل ماريو عربي راح حد الموضوع تغير طلعت شخصيات تمثلنا تمثيل جميل احنا وايد نفرح لما نشوف راشد ان مو واحد عايش بوسط الصحراء هو سيكرت ايجنت هو جيمس بوند على سعودي فنفرح وهذا شي يبدون يعني ما راح يتوقف على ستريت فايتر وكينغ فايترز وتكن كينغ فايترز الشخصية العربية يتهوش برامل يعني يعني اخلص لازم بس في نقطة ايجابية الحين حين صار كل اعمال كابكم وسكوير مو كل اعمال وسكوير بس كابكم صار ترجمة عربية صار هذا شي تلقائي خلاص لا يعني ما في لعبة تقولك والله يمكن صار تقريبا في كابكم هذا شي ايجابي عن مئات الملايين تايلند شنو يعني تايلند مع كل احترامنا للدولة بس قصدي بعدد السكان طبعا تايلند دولة محترمة ولها تاريخ ومملكة وعراس بس تايلند عدد سكانها شنو والعالم العربي عدد سكانها شنو فكان انه انه يتغافلون عنه شي كبير والحمد لله الحين منو كان يتوقع ان السلسلة جزء رئيسي ينزل بالعربي الستعاشة نزل بالعربي حظيم ايه فشي ايجابي صراحة ويسعدنا يعني اتوقع هذا الفترة ماضي اللي سويناه ولا فيه بعد شغلات مونستر هانتر وايلد سبعد شتويت اسماعي ايه زي زي ايه زي اشو قالها ارتحت عمالك قلت ايه بس والله ما يعني والله انا كنت مشغول بالدنيا ايه لا للفترة الماضية بعد الله يعين كل واحد من متقلب عندي واحد من الشباب اه يمكن احمد من التدري حين برد اقولك السالفة حق المستمعين كذلك اه انا قريت رواية واخذت مني فترة طويلة على ما خلصت الرواية كان اعطيها واحد من ربعي وهذا ما شاء الله يحب يقرأ روايات بس وقف من زمان ودائما يقرأ روايات العربية لانه ما يعرف اه انجليزي وما كان يتجرأ ياخذ الروايات المترجمة يقول لنا ضيع مع الاسماء زين حتى فقعد لما عطيتها رواية الانترس الامير اسمه رايدون ومساعدة اسمه ايش اسمه احمد قلان قلادن قلادن عفوا قلادن ايه فتاديش يسميهم معنى مكتوب العربي رايدون وقلادن يسميهم را وجه ايه وهو مع الحفظ الاسماء رفيجي يتعب نزيه هتخيها اسماء اجنبية فما شاء الله عطيتها رواية خلصة ماشا الله ايه فوزيدك من شعر بيت احمد واعشاق الكوزمي صاحبي حين بلش ما شاء الله فيروح الامبراطور ويروح يشتري وليد والضباب فاعجب في الكاتب هذا او خلفه فراند ساندرسون يعني هذة الفترة الماضية اللي سويناها وان شاء الله خدنا ساعة لربع طرح الشهر الياي ها الكتاب الخامس ان شاء الله حق اللي يقرونه بالانجليز ارشيف اضواء الحاصفة الشهر الياي انا الحين قلت لكم اول الصيف ان الصيف قعد كتابة قراءة عفوا ايه قعد قراءة الكتب اربعتهم بس بالتنويتات الدقيقة انه خلاص عشان ما اقرأهم مرة ثانية عم استعد الحين الكتاب الخامس والله شوف احمد حتى مو بس يبيلنا قعد حقيلان ترس زين لان رفيجي عطاني اسئلة قلت لوي انا قريتها على حد السنة يالا قعد اقرأ ضيعت المعلومات على المهم هذه الفترة الماضية اللي سويناها تابعون ننتقل فقرة الاخبار يالا فوقع ننتقل حق فقرة الاخبار طبعا العرض دعائية رح يطرى وابطها في صندوق الوصف لموضوع حقوق الطبع عندنا الخبر الاول الكشف عن عرض دعائي للموسم الجديد الثاني اللي سولو لفلينج رح يعرض كفيلم في السينما رح ياخذ حلقة من الموسم الماضي وحلقتين من الموسم القادم يعني سولو لفلينج اللي حابه هنيئا له طبعا انا استمتعت فيه من هو لما قريتها والليل حين ما اشوفتك يعني بصراحة واحس اني ممكن ما رح اشوفه بعد او انتظر انا شفتها هم قريتو انا شفتها اي وان بكتشر يعني ابدعه ابدعه من ناحية الانتاج وان شاء الله نشوف يعني بس موضوع الحركة اللي سواها هذي حركة ديمان سلير انا ما عجبتني اما يبونها مادة يبونها في المساكين بس يعني يحاول اللي يتو يعني مو على الاقل خلنقر خبر بعدين واحد يحطلك الصوت الصوتية خلنقر خبر خلنقر بايت وان خلنقر خلنقر الخبر الثاني عرض دعاي الاحدث الانمي ايام نوبل عن دا بريك اوف رون سو اي مايت از ويل تراي ماسترنج ماجيك يعني شنو ما ادري المهم والتي سيتم عرضها في الفين خمس وعشرين من انتاج دين مارض وجاك ثلاث استيديوهات طبعا الانمي هذا فكرتها غريبة مو غريبة لا عادية فكرتها يعني وولي الامان موحي المتحمس له واحد ينتقل حق عالم ثاني بس مو يسكاي يصير الحدث معين وينتقل حق عالم ثاني يكون في عائلة نبيلة قنقول الصقراطية لكن في اخر عمر العائلة راح تنهار الابو يحاول يعدل الوضع العائلة مراضي التعدل واخوان البطل هذا صار هو اصغر واحدة لهم فيهم مو مهتمي ليحنا عايزين بالنعمة فيحاول ان بالسحر يحاول بالامور هذي اتفادل المشاكل هذي اللي في العائلة يعني حسيت انه عادي وللامانة كخبر يعني موجود بنحطه وراح يجي ان شاء الله في الموسم القادم بإذن الله ما انا ما تحمست له صراحة الاسم ضيعني فلا عندنا كذلك احمد ما اعتقد انه اني راح اشوفه لا اكيد لا شوفوا عادة اذا الانمي اسمه وغاية طويل اتكلمنا بالحلقات اللي فاتت ان الانمي يكون اسمه تقريبا يقول القصة وما ادري شنو بس فقني خلاص لا ما يحتاج يعني ما شوقتني كلش بالعكس اتقلت المتعة صراحة بس على كلام الاسم طويل صراحة كل الانميات الا توكر توكر اسمه وغاية طويل بس والله جبار وقوي اي 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 انا شفت ثلاث حلقات وبكمل فترة ماضية وقفت فارد ان شاء الله الحلقة اللي جاي ان شاء الله راح نسولف عن الانميات المرة طانية اه عندنا طبعا كشف عن عرض دعاية وملصق اللي انمي الصيدلانية الموسم الثاني واللي جاي ان شاء الله في عشرة يناير القادم اه طبعا اللي حب الصيدلانية حنيئا لك راح نزل موسم ثاني انا ليح ما شفت شفت ثلاث حلقات وحس اني مو قادر اكمل يعني انا انا لما دخلت الانمي هذا المشكلة مني انا دخلت واحساس انه في رتم سريع وحبكات وبسرعة وقتال او مو قتال نقول مثل ما يقول تصفيات في البلاط الملكي اكتشفت ان الرتم شوي بطيء فانا اللي داشة في توقع مختلف فلازم برمج نفسي ورد مرطايا نشوفها انا شفت كله بس بس بقول لك ياه تخيل هو الانمي توقع 24 حلقة ايه شي شي دي متى اما الاحداث تصير قوية توقع ايه حلقة 18 اوه يعني اضرت من الحلقة الولى حلقة 18 بس شنو الانمي هذا تقريبا تقريبا تقول دراما ضبي لا 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 يعني انا بداية دشيت دشيت وشفت الانمي عبالي استراتيجي حروب استراتيجية وهذه صيدلانية بتعالج داشة بس على الموضوع انها معالجة طلع الموضوع لا درامي صيدلاني اولي نقول علاجي وشوية من التخطيط راح تشوفها بعد الحلقة 18 اي الانمي الانمي وايد حلو انا شفت من اول الحلقة وهو فيه مو تخطيط وهو صيدلانية داشة فيه معمعة صراع داخل البلاط عليك نور اي فهذا هو اه عندنا الخبر اللي بعده بعد شنو اسماعيل احمد شفت الصيدلانية ولا ما شدتها ولا واحد مع ان والدخوي قال لي قال لي شوفها ما ادري شلون ما شدتني يدني فترة احب الانمي الهادية اللي هادية جدا عادة تكون الشخصية الرئيسة هي بطلة زين اعطيكم مثالين سريعين هايباني رنمي وفذر ادري قديمين انا امثلتي دايما عشرين سنة وفوق اه تشوفون مثلا 12 حلقة شي شدي الرسم وايد حلو الاوضاع وايد هادية القصة الدور عادة حوالين بنت تبي تلقى مكانها بالعالم اول ما شفت الصيدلانية شفت منها يعني عرض دعائي عطاني هذا بس هذه مرحلة انا عشتها استمتعت فيها وتعديتها نفس لما تلعب جي ار بي جي والتقطاع وقبل فترة قطعت كوميك بوكس الحين حتى نازل الحين جستس سوسايت اوف امريكا كوميك بوك شكله حلو بس ما ادري اذا فعلا راح اقرأ مع انه شكله قصة قوية رسم قوي فريق قوي ما ادري انك عقرأ مو نقصا فيه بس ما يعني خلني اقول مثل لما واحد يقولك والله حب عالم الزومبي ومن كثير ما تشبع بالزومبي خلاص حتى لو مبدع اي شي ممكن توريني اياه على الاغلب شفتها خمس مرات عرفت شلون فيعني واصل بهالمرحلة بالببايات الهادية طبعا هي ببايات كلنا عشناها من طفولتنا كلنا شفنا سالي كلنا شفنا ليدي ليدي وكنا معجبين فيهم واول ما كنا نفكر انه حق الولاد وحق البنات يعني بعدين لما قالوا لي تشوف تشوف فذر ولا هايباني رنمي اصلا ما ترى علينا هذه مالة بنات ابدا ما ترى ببالي بل هي قصة انسانية جميلة وعميقة بس هذا الابوثيكري ما كنت متوقع انه في اكشن ما كنت متوقع انه كنت متوقع انه هي انسانة حسة انها ضائعة راح تلقى مكانها في عالم يديد نعم الخبر لبعد اسماعيل الكشف عن عرض ترويج جديد لانمي الكيميائي راح يتم عرض في يناير 2025 قادم الانتاج ستيديو كومت طبعا قصة الانمي هذا باقتصار عن واحد كيميائي او خيميائي نفس فلمت الالكميس تقريبا شوان يحتاج المادة الاصلية عشان ينتج شي منها بس مو ظلامي اعتقد ابسط يعني بس انه كمقاتل يصنع اسلحة والسوار اعتقد ايضا السكاية هو ما تعاد الى حد ما ايه فاذكر حتى في نبذة هذا وضحكت فيها شوي يقولك انه افضل الكميست او افضل خيميائي في العالم الثاني قاعد يقول اوكي في عالمنا احنا ادوارد لا تكاظر لا تكاظر على الاخوان الريك وابوهم مهم بعد شبه كان اسم ابوهم نسيته هما ادوارد والفونس وابوهم هوهنهايم ايه الفونس هوهنهايم لا لا ابدأ الانيما اذاك عندنا كذلك العرض الدعائي طبعا كل العرض رح تكون موجودة ان شاء الله العرض التشويقي للموسم الثالث الانيماي ار اركنايت او ار نايت رايز فروم امبر طبعا مقتبس من اللعبة هذا الموسم الثالث الثالث عفوا باختصار قصة الانيماي هذا ان البشرية عايشة طبيعي يصير فيه وباء الوباء هذا يعطي قدرات حق الناس ويتغير أشكال البشرة شوي فلما يتغيرون ويعطيهم القدرات هذه يصير أن المرض ما لهم معدي تبدأ الدول تحجر على هذول المرضى وتستفيد منهم بطريقة كأنهم فيران تجارة مثل عبيد يعني يروح وقوم سووا تشدي واشتغلونا طبعا في بعض الدول كانت تتعامل هذول الناس معاملة قاسية وصار فيها انقلاب وتمردوا هذول نفس مجموعة الناس هذه في دولة ثانية تتعاملهم الدولة معاملة سواسية وكذا فهو طرم أنه مقتبس من لعبة فأنا عادة الأمور المقتبسة من لعبة يعني ما أعطيها توقع عالي يعني صراحة بس يعني أتوقع من ناحية أكشنية أتوقع أنه راح يكون جيد حق الرتم السريع والأكشن يعني والموسم الثالث فمعنات أنه قاعد يبيع بالنسبة لهم فما دي الشباب أحد منتبه أشافه أنا ما شفته كان لينية بس والله هونت يعني الزمان السكاية بطلتها من فترة طويلة وهو مؤسة كاية هذا هذا يجيهم مرض ويتغيرون أه صح عفونا أنا ليرحم مع سامحني الأشياء هم بعد السودة السوداوية هم بعد قاعد أبعد عنها هالأيام من الصبح تقعد مقابلات تسمع قاعد يقابلون ناس عن غزة تقعد تشوف فيديوهات طوله اليوم دراغنبول دايما وفور هورسمن أقدر أخذ لي ساعة ساعة ونص أطلع منها المود شوي طيحي حدا بس توا قالوا لي نزل فيلم على نتفلكس اسمه Don't Move أول ما شفت النبذة عنه خلاص أغلقه لا خاطف ومخدرات وما أدري شنو أرجوكم لا فإن ناس مظلومين بيسوون انقلاب على ناس ظالمهم يا ناس ليش تطالعون أركنايت الأخبار في غزة أولا بالضبط هذا وقاعد يضربون لبنان يا محمد الله يعينهم كلهم اللهم آمين أخوالي بعد إسماعيل عرض ترويجي ومصغ للموسم الثاني الانمي النامد ميموري حتى معرض إن شاء الله في شهر واحد 2025 قادم من إنتاج انج أنا صراحة الانمي هذا موسم نوع عليه مدح وايد مدحولي يا بس ما كان عندي وقت خلني نبذع عنه بس باقتصار شديد يعني قصة أنا مو حيل عاجبني بس يعني باقتصار أنه في ملك تجي للعنة سحرية طبعا تكلم عن العصول القديمة زين هذه اللعنة تكون سبب إنه ما يقدر ينجي بأطفال قالوا لأ روح حق دانجن معين أو برج معين دي الشي إذا وصلت حق آخر طابق فيه رح تقدر تحقق مرادك في إنك تشيل عنك اللعنة هذه طبعا هذا الموسم الأول طبعا البرج داخله في أفخاخ وكذا وكذا يوصل حق نهاية البرج طبيعي مثل أي عامة ثاني يعني فيكتشف إنه نهاية البرج في ساحرة وقالت للساحرة إن اللعنة هذه يبيلها شغل على ما تنشأل أو إنك تشوف لك وحدة التواعد معاها إنه تشيلون حمل اللعنة هذه أنتم مع بعض وهذا كموسم أول موسم الثاني أو نهاية موسم الأول قرر البطل هذا إنه يتزوج هذه الساحرة خاصة أن تشيري وياي الحمل هذا فالعمل العادي أحس درامي أنا ما شفته لكن من النبدة والتريلرز أحس إنه الأنمي مولي لكن وجب أني أذكركها كناس له جمهور أنا ما شفت الأنمي بس المانجا ألقيت عليه نظرة تصميم الشخصيات حلو مرات رسم البنات يكون مبالغ فيه وهذا شيء يضايقني يصير كأنك كاريكاتور امرأة كاريكاتير امرأة وليست امرأة نفس ما يسوون ريال معضل يصير بزيادة مثلا أرمسترونغ في فلمة الألكمست مع المفارقة إن الريال لما يسوونها معضل أهمة قصدهم يسوونها كاريكاتير بس المرأة لما يسوونها وايد غريبة طبعا مو بفلمة الألكمست في أنميات ثانية يصير غريب جدا مثلا شوفوا رسم شخصيات إكيتوسن فعجبني بهذا المانجا رسم الشخصيات بالأخص رسم الساحرة كان ناعم ودافئ جدا رحلتهم ضريفة مو مميزة بس ترى مو شي سيء إن تشوفونه تقد يعني وطريقة أيضا السرد مع طريقة سرد القصة إنه في أشياء يقولها وفي أشياء تنقالها بعد عجبتني الكتابة ما أقول لكم أني لا إله إلا الله ما أقول لكم أنه هو أروع مانجا بس ممتع إذا عندكم شي أهم منه شوفوا الأهم إذا ما عندكم شي يشوفونه فأني مدممري يعني ضريف ضريف منيقدر نقول عنه أنا ما أدري من الشخص اللي فاضي الحين في الموسم هذا بالضباب الموسم هذا ويد خاصة حنا من لحتي الروايات بعد وليده الضباب مزلت يعني أنا الحين بالروايات تحت ضغط مطبيعي ظاهر راح أحول على أوديو بوك بس عشان أقدر أوفي بعودي لا لا عندنا كذلك من الأخبار الكشف عن عرض ترويجي خاصة شخصية ليفاي من فيلم اللي راح ياخد آخر حلقتين راح يسونه فيلم راح يحطونا في صوت محيطي 5.1 راح تكون في بعض اللقطات الإضافية مو إضافية مثل ما يقولون تحسينية بس إسماعيل كيف قلت لي إضافية في حلقة في أشياء إضافية راح تكون أنا أعرف هذا أعلن ونفسه بس إنه من زوايا ثانية أو شيء شديد تحسين من ناحية اللي هو 5.1 راح تكون تحسين من ناحية الصوت بس في لقطة جديدة في لقطات هذا هذا أسيامة صراح في تويتر والناس على ذمة إسماعيل طب ذمة إسماعيل أنا عشان شديد أنا تحمسني أروح له إذا نزل لأنه في لقطات لا توقع ينسل عندنا بيقولون اللقطات اللي شاف اللي شاف الحلقة الأخيرة اللقطات راح تكون أغلبها نهاية يعني آخر الأحداث فنشوف هل إيران راح يتغير من الحمامة ما يصير شيء ثاني هذا بالنسبة الهجوم العمالقة اللي راح ينزل إن شاء الله في ثمانية نوفمبر يعني لسبوع هذا نهاية لسبوع هذا إن شاء الله في سينمات الليابة الخبر اللي بعد إسماعيل عرض دعائي عرض دعائي جديد لفيلم مادوكا راح يتم طبعا عرضة في موسم الشتة 2025 من إنتاج سيدو شافت هذا أكثر فيلم طبعا هم توقع في لها أنمي في لها أنمي وبعدين فيلمين هي متسلسل الموضوع يعني الفيلم هذا تأجل ثلاث مرات زين هالمرة خلاص ثبتوا متى راح ينزل إن شاء الله وخلاص ولن نزل ترالر رسمي هذا هم شي عمزنا هنا في موصقات والأغلفة نزل موصق جديد حق Lord of the Rings War of the Roхrym راح ينزل إن شاء الله في 12 ديسمبر وأتوقعنا راح يجي في جميع سينمات العالم منها العربية والخليجية عندنا في الأخبار المتفرقة شنو عندنا إسماعيل رسميا فيلم Look Back راح يتم إصدار إن شاء الله عالميا في طبعا على منصة أمازون بتاريخ سبعة داعش هم هالسبوع أنا متحمس حالتان أنا صراحة الأمان متحمس في شركة يابانية اسمها دريكم متخصصة في تطوير الألعاب يعني تكلم رئيسها إننا قال إحنا ناوين ديش عالم الأنمي أنا صراحة تشائم الإخبار لا لا فيقول بنخلي بعض ألعابنا تتحول إلى أنمي هذا الشيء اللي أنا ما أبي أنا من الساعة Ark Night سذاك مقتفس من الأملاق ما عادي بس آك يعني أنا خاف أن دخول الشغلات هذه يأثر سلبا على الجودة على العموم أنا مو الخبير في المجال هذا الاقتصادي والغيرة لكن خنقول أن نتمنى أنها تكون خطوة إيجابية حق عالم الأنمي مع أني أشك فيها يعني عندنا شنو بعد رسميا أنمي Girls Band Cry راح يستمر إن شاء الله على منصة Crunchyroll بتاريخ 6 نوفمبر القادم باختصار فرقة غنائية بنت تطلع من قرية في الزمن الحديث وتروح حق توكيو تبدأ تسوي فرقة غنائية تعرف اللي بيشارع يوقفون تبدأ تعرف على بنات يعني من الأمور هذه اللطيفة يعني مو لي بس يعني عندنا خبر أنا ما أدري إسماعيل طبعا حب أذكر المسلمين إن إسماعيل يطه العافية هو اللي جمع للأخبار دكتور سيزر عافية حطيت خبر إسماعيل بس أنا حسن الخبر ناقص أوه هذا مشكلة خلي أقرأ الخبر وانت زيد نسيت الحلقات وما نزلوا ثلاث حلقات تأكد على ما قرأنا الخبر مشرف الأصوات في عمل أو في أنيمي جوجوتو عفهم جوجو بزارة فانتشار بالضبط جولدن وينغ اللي في نابولي في إيطاليا كلموا إن هل في حلقات راح تحطها في صالة السينما فأنا ما أدري بس هذا الخبر راح يسمعي يجيب لنا تكبينة الخبر يقولنا في ثلاث حلقات راح يدمجونها ويحطونها كفيلم في السينما ننتظر ونشوف أنا مادة أي حلقات أعتقد الحلقات الأخيرة الحلقات الأخيرة كانت هو المفروض أنا حتى استمتعت أكثر شيء بالحلقات الأخيرة من بارت الخامس حتى أنت طالع جوجو إسماعيل بعد نصيحة تدري أني راح تسمعت الحلقة لماذا جوجو ليش جوجو سمعت الحلقة طبعا أنا على طريف فأبي واحد بس يدزني شفت الحلقة هاقول ليش خلاص ليش لينش أطول كملت والله عدد إن شاء الله عجبك أحمد أنا شفت الموسم الأول ما ضبطوا إياي بس باقي ألقى فترة وأكمل إن شاء الله لا أنا الموسم الأول والثاني أو خنقل بارت وان و بارت وو وهم 25 حلقة الموسم الأول في بارت وان و بارت وو شفتهم اثنين هم البارت وان اللي مصاصين دي معا و بارت و اللي هي الآلهة المكسيكية هذا ولي أضعف اثنين بالنسبة لي يعني عادي يجي السيستم الجديد اللي هو خاص سبشي عليه يعني من الموسم الثاني من بارت ثري من بارت ثري يعني الحين أنا اللي داش عليه وهو اللي وهو هذا السيستم النظام خنقل السيستم النظام الفايت مثل ناروتو شو عندك شاكرا في وان بيس شون في فواكه الشيطان نعم نفس الموضوع راح يكون في جوج ومن هذا البارت راح يكون في طريقة تعال أنا عندي سؤال شنو يا أول اللعبة الفايت اللي نزلت بالتسعينات ولا المانغا لا المانغا المانغا يا أول مانغا مانغا مع برزيرك يمكن والله صح سبعة وثمانين ثمانين ثمانين متصدق aj لا جوجو هذا ليحين يكتب جوجو ليحين يكتب آه جوجو الحين على البارت التاسع قاعد يكتب عفيا علي وغم أبقول لك معلومة رد أخر رد على اسماعيل على موضوع ثلاث حلقات حلقة سبعة وعشرين اللي هو الملك القرمزي ضد ريزيتو وحلقة ثمان وعشرين تحت السماء على وشك السقوط وحلقة ثمان وثلاثين آخر حلقة هذا سؤال وجه حق المشرف شنو اللي يودك برغبتك لو ينعاد في السينما جوجو كمل من هو أقوى من ديو يطلع في أحد أقوى من ديو أنا ما أقدر أحرق يعني هم الصاص دي ما أهم يوقف في السمن كتقنيات ما أقدر أتكلم إيه فيه شغلات فيه شغلات أقوى من شديد أنا بغيت أتسوالف عن بارت السابع ثاني أقوى مانجا سنن بعد بيرزرك ترى بارت السابع بس واللي بيسوله عنمي أنا تحمست وقريت أنا ما قريت ومن المانجات النادرة اللي تكون ملونة صح طبعا تحصلها بيض وصد موجود وفيه ملون وشي رسمي لابت دراغبور دراغبور نحن طرح فيه ملون وفيه شسمه عفوا أنت لما قيمت توا قلت أن جوجو يعتبر سينن حطينا في المانجات السنين عجيب يعني لما تشوف حطينا من المانجات السنين كالأعلى أعلى واحد حاليا اللي هو بيرزرك على طول بعده اللي هو بارت السابع جوجو يعني في حلقة عندنا اسمها ليش جوجو اللي بيعرف يسمحها هناك إن شاء الله نوضح لكم ليش جوجو جميل ويستحق المشاهدة ننتقل حق الخبر اللي بعدها طبعا هذا بعد جولدون ويند اللي هو المشرف الأصوات قال عنده رغبة عنده رغبة أي بس يعني ما في شي رح ينزل نتكلم عن مؤلف فيري تيل يقول كتبت قصة فيري تيل كذا خاضري لأنني لا أملك أصدقاء يقول وحدتي هي ما ترونها يعني بسبب الوحدة اللي أنا فيها صنعت فيري تيل في كلام قلت قديم أتمنى يرجعون حق الحلقات ما دي يمكن قبل سنة أنا قلت في ذيك الحلقة ولي حيفكرها أنه مو معجب أنا في فيري تيل بس معجب في المؤلف أنه ما يأخذ بريكات ما يوقف يخلص المانقات يشتغل مجتهد قصتها مو حلوة هذا موضوع ثاني ما تعجبني قصة لكن مجتهد الحين عرفت ليش قوة الصداقة مهمة في فيري تيل لأنه مشكي ما عنده رابع يعني قصة خاضرة حسافة والله على فيري تيل كان ممكن يكون شيء مميز فبس هذا الخبر أنه يقول بسبب الوحدة اللي كان هو يحس فيها ما عنده استقاوة فصنع فيري تيل واشتغل في الأنميات فلهذا السبب يمكن اهتمامه بالصداقة بشكل بارز حيل أي بس كانت زيادة حيل يعني لكن إذا باش فعله على موضوع الاستمرارية اللي عنده خلص مانقا يبلش اللي وراها حتى لما يخلص مانقا ما يطول لما يرتاح على طول شوي وينزل مانقا ثانية متقاربين بس إنا حلاقا قاعد يشتغل يالله خلت اسمع منا أركاوة أركاوة يالله خلصي خلصي خلصينا لا عندها الحين مانقتين مفتوحين بدال ما تخلصهم راح تبدأت مانقا ثالث والله ليش يعني توقاشي خلي اسمع منا بعد توقاشي يحل مستمر أنا عندي مال باقابوند اللي تاكاهيكو إنوي تصدق ترى قاعد أفكر في هذي كل مرة إنما إنه هل هل إذا ما خلص فاقابوند أنا راح أزعل أتصور هو شنو بقى حاليا بقى بس الهوشة الأخيرة ما بقى يعني اللي يعرف قصة مساشي مياموتو كل هوشاتها الكبيرة شفناهم بالمانقا بقت أشهر واحدة مياموتو ضد ساساكي كوجيرو وأهمة وصلوا إنه الحين مياموتو وصل لي إنه خلاص طاخ وصار فلسفي وساساكي كوجيرو راح صار مدرس عفوا مدرب سيف في قبيلة مو كبيرة لكن عندها دخل بس الحين بس ناطرين إنهم يتهاوشون فمو ناقص إلا هذي ففكرت إنه ممكن شيئين يا إما نفس باتريك روثفس هو مو عارف يخلصها بطريقة مرضية يا إما إنه هو يدري شنو النهاية باقي شيء يكتبه لما يخلاص يحس إنه ساعة تقربت إنه صارت له هالكثر علاقة قوية بفاقابوند هذا المانجا اللي دوخنا كلنا إنه قال أنا هذا أنا ويا نخلص مع بعض قاعد يقول هل ممكن شديد أحمد دمت شاعري حيل بالموضوع هذا لحس بلغت أنت تدري أنا شكثر شاعري أنا زين ما زوجت عمري أنا شاعري عن شخصين لا لا يتخيل المؤلف حس إنه بيموت رح بده يكتب وماته يكتب المانجا أنا أعطيك شوف الحقيقة ما رح نقدر نعرفها أنا أعطيك خيارين زي بيطيح الحبر على ورقة بيخربها خيار خيار إنه هو ما لأخلق وهد المانجا والخيار الثاني إنه النهاية موجودة بس ناطر للحظة تتسنى لما أي رح يكون نتاك هل تعطينا أمل تكفر هنا ويشايف وعند لحية لحيتها تدفي ركبته ها لحية بيضة شنها لحية غاندالف ها وبقاعد ويكتب آخر شيء وبعدين يكتب النهاية ويطيح القلم وهو يتوفى ملك الموت وهذا هو من آخر ما كتبتك فجميلة الفكرة الجميلة الفكرة ما أضيق العيش لو لا فصحة الأملي آه تكلافية عط الخبر لبعد إسمايل طبعا رد تحديثات تقاشي مرة ثانية في نفس اليوم قال شنو طبعا مستمر الريال 423 فصل 424 قاعد يلون يعني هو بدأ 424 بس رد على 424 فصل قاعد بس يخلص التلوين طبعا التلوين احنا نتكلم عنه في عالم الآن المانغا طبعا هو أبيض و أسود التلوين يقصد مرور القلم الأسود على الخطوط القديمة بضب الحواف الخلفيات إذا كان فيه مثلا طوفة فيها خشب مثلا أو جدار يحط عليه أسود زيادة زيادة ألوان الشعر والأمور هذه يعني ورسميا قالوا فيه كلام صار أن فصل اللي هو أقوى فصل وتعب فيه تقاشي اللي هو 406 قالوا إنا احتمال كبير رح ينزل شهر الياي بس رسميا من دار نشر قالوا لا رح رح ينزل إن شاء الله أربعمية واسبوع الياء يعني رح ينزل إن شاء الله يعني هذا اللي تكلم عنه تقاشي حلوان قاعد يبدل قاعد يبدل جهد على المرض اللي فيك طبعا قاعد يبدل جهد بزيادة هو قال بعد صرح تصريح مرة قال أن أنا ودي أخلص خلصت رسم عشر فصول ودي قبل نهاية السنة هذه أرسم عشر فصول وأكون عشرين فصول أنا عندي حلوان نتمنى نشور خبر اللي بعد اسماعيل سنن جيكو كامن هذا هذا يا جماعة أحمد من بدت الحلقة وهيتوعدنا قال إذا وصلت الخبر هذا هذا لازم نوقف عنده يا جماعة في كاتب وايد احترمة احترمة على كل منوال على منوال صدقة وتفاصيل التاريخية يعني إذا كتب لك عن الساموراي يعيشك الساموراي حتى فاقابوند ما عيشك الساموراي لما قريت شيقوروي الكاتب اسما يامغاتشو تاكايوكي هو اللي كتب شيقوروي لما قريت شيقوروي فهمت إنها أول قصة ساموراي قريتها بحياتي ما قريت ولا مانجا كل كل مانجا الساموراي اللي قريتها من قبل فهمت إنها ما كانت ساموراي كانت تخيلنا الحين عن الساموراي واحد بالقرن الواحد وعشرين أو بالقرن العشرين كنا قاعد يتخيل عالم الساموراي يعني مثلاً كنشن واحد يتخيل عالم الساموراي ويكتب عنه ايه فهمتك فهمتك لما قريت شغوروي لا حسيت شنو عالم الساموراي مثلاً عمرنا 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 ما فكرنا إن الساموراي بينهم وبين بعض يفرقون بنقطة المعاش وإن معاشهم أول ما كانت بالفلوس كانت بالرز بالعيش بالضبط وتحكمها هذا يعني شيء كبير المنزلة الاجتماعية عنده كلمة بشي قروي يقول وكان مجتمع الساموراي هو مجتمع أغلبية مازوخية تقودها أقلية سادية يعني كان مخيف 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 فشي قروي من أقوى المانقات اللي ممكن تقرونها عن الساموراي والآنمي جبار 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 هذا الكاتب عنده أكثر من كتابات سينن زين أطولها 84 تشابتر إذا ما كان أطولها فهو منهم وهو شي قروي هذا كي كورا من بدأ قبل سنتين ثلاث الحين وصل في والله العالم خمسين فصل شيء شدي ألقيت عليه نظرة بس يا أخي نفس دراغنبول لو أبديه الحين وتخلص الفصول راح يحترق قلبي فنخليه نخليه يطبخ ناطر عليه بس يقيناً راح أقرأ يقيناً لأن هذا رسمه ما يتطوف أحداثه ما تتطوف شخصياته ما تتطوف شخصياته اللي الحين يعني جزء من حياتي ما تنفصل دائماً لما أشوف واحد يتهاوش بسيف أذكر شيقوروي ولا أقدر أن ألقى طريقة هواش أجمل من تقنية شيقوروي حتى فاقابوند بالنسبة الخبر هذا كذلك إحنا عندنا اللي وصف منه توقاشي توقاشي في نهاية 2016 هذا شيء جانبي إضافي كان وقف في المانقا ورد أول صفحة كتبها بالمانقا أنه اعتذر على التوقف والفترة اللي كنت أنا واقف فيها هذا كلام في آخر 2016 قريت مانقا وشكلها واعدة حلوة عجبتني اسمها ديمانس لير هذا قفل فبعدين طبعا بعد سنتين من كلام توقاشي تقريبا أعتقد نزل أول أنمي حق ديمانس لير وفعلا طلع جميل فيعني أعتقد أنه لها نظرة توقاشي يعني بس كمل لا تلتبت حق غيرك يعني خلال شغلك عندنا كذلك عندنا مؤلف البطل أشتنا جو اللي هو جو البطل تيتسويا شيفا أول فنان مانقا ياباني يحصل على وسام الثقافة وهي جائزة مرموقة في اليابان وبارزة من ناحية الثقافة في الثقافة يستاهل في عندنا حلقة أنا ناصش اسم الحلقة الحين بس كانوا على البوستر الثامنيل في اليوتيوب رح تشوفون جو البطل عليها دشوا عليها لأن تكلمت بتفاصيل أكثر عن قصة جو البطل الشون أصبح ظاهرة بالضبط كبيرة جدا لدرجة أثر على ناس في اليابان جعلهم يدخلون فيها حروب يبقون طيارات يسفرون يبقون طيارات وغيرها غير سالفة أعتقد أول شخصية في اليابان اللي سوّلها قبر يعني شرحت القصة كاملة هناك تقريبا في ذيك الحلقة وهم بعد قارنت مقارنة جميلة بآنيمي البوكسينغ الضخم اليديد يعني اليد اللي حاضر الحين هاجمين ووضحت لنا الفروق فيعني يستاهل أنا ما كنت فيها لكن سمعت هذه جساعة يا جماعة هذه جساعة أنا ما كنت جزء من بودكاست جار كنت أسمعه مثل ما تسمعونه فلا تفقدون الأمل ترى ممكن تكون رحلتكم نفس رحلتي تكونوا مستمعين لبودكاست جار وتنتهون كأعضاء بالعكس أنا كل يثق أن مستمعينا أفضل منه نعم نتشرف فيهم جميع صراحة لكن شاعة الظروف أننا اللي قاعدنا وراء المايك زيادة على الجو البطل بس بزيد نقطة هذه لاعت بتويتر اللي عجبني منه شلون ناوكي ناوكي ورساوة ناوكي ورساوة طبعا رسم رسم الجو البطل ويعني بارك المانقاكا نفسه شون أنا يعجبني المانقاكا هذا اللي هو ناوكي ناوكي ورساوة متفاعل دايما مع الناس متفاعل دايما مع الأحداث اللي تصير حوالينا شون شوف متابع المانقاكا هذا شون أنا بسرعة تبريكات خلا بارك له يعني هذا شيء إيجابي على فكرة ناوكي ورساوة في مانقاكا في الثاني قرن العشرين اقتبس من جو البطل صح صح في فصل في فريم في المانقا واضح اش اسمه هذا اللي جاج هاي يقول لهم أنا اش اسمه في واحد اللي بسنا ضاره كاب عادي قال أنا مستر ثتعش لا شنة قال أنا جايوبوكي أو شي شدي في أبحاول حط صورة المانقا يعني واضح اقتباسة منها على العموم عندنا الخبر اللي بعده كذلك أعلنت أنا ولا أنت لا أنا دوري حين دورك دورك صح يلا أعلنت المانقاكا مؤلفة مانقا Call of the Night عن نشر وان شوت جديد بعنوان مينا ميناسوكو من قصة قصيرة رح تكون جزئين يعني تقريبا نقول وان شوتين أو فصلين من تسعين صافحة يعني 45 45 الجزء الأول رح يكون في 11 في 6 11 بعد شام يوم وجزء الثائر رح يكون في 11 11 أسبوع اللي بعد حلوين أنا ما شفت الأنيمي هذا بس أذكر أن بو يوسف الصائغ أحد المستمعين صح بالخير وجميع المستمعين كان معجف في الأنيمي هذا بس أنا ما شفته صراحة بس يعني ممكن ممكن نلقي عليه نظرة شفت أنت أو لا ما شفته لا والله ها من نصاحني نصاحني فيه بس لا فجأة فانز جوجيتسو كايسن قرروا أن يسوون نهاية ثانية من الفصل 236 وراح يتكلم يعني عن الشخصيات والرسم وينهون المانقة زي بيسمونا جوجيتسو نو كايسن مو جوجيتسو كايسن أول فصل يقولون رح ينزل واحد واحد أنا شكر لشي هذا طالما منا فانز يعني مو ضد الفانز بس أن دامنا شركة دامنا مو شركة وراك وفي عندك إرادات أنت شلي معجلك يعني ما في ورا شي طبعا أنا يعني قبل نفس الشي في Attack on Titan الفانز غيروا النهاية أنا بالنسبة لي دائما أمشي مع نهايتي المؤلف سواء حلوة أو محلوة يعني خلاص أتحمل الموضوع أبلع السالفة وخاصة تفي في نهاية مؤلف ما أدري شراكم بالفكرة هذه بشكل عام ليش مراضين عن نهاية جوجودسو كايزا أنا ما شفت أنا ما شفت أنا ما أدري أنا شفنا نهايتها حلوة زينا فما أتصورنا راح أشوف نهايتهم أو لا ليش لا أشوف نهايتهم بس أنا شفنا نهايتها كانت مغنعة هو اللي أنا يعني شفت من بعض الناس اللي متابعيني يقولون أن ما تفرغ حق بعض الشخصيات مثلا ما بي أقول بس يعني في بعض الشخصيات هي أساسية ما تفرغ لها أو تكلم عن ماضيها بس أنا عندي نظرة يقول هو الكاتب يقول شنو يقول أنا خلصت ترى عندي مانقة ثانية فهل يمكن يتفرغ يمكن يتفرغ الماضي مثلا شخصية معينة هو الشكالية بالماضي حق الشخصيات لا لا إنه ما تفرغ إنه هذا من وين طلع أصلا الشخص هذا من وين طلع شنو ماضية من و هو يبون عالم جو جوتسو كايزن يعني مفصل يكون أكثر شوف جو جوتسو كايزن مانقا علي ملاحظات وايد أولا هو اسمه جو جوتسو يعني جو يعني إيد جوتسو يعني تقنية كايزن ثانوية فثانوية التقنيات الإيد ليش لأنهم يسوون سحر بيدهم وهذه الثانوية فنتخيل لما نقرأ الأسف نحن داشين على مانقا ماجيك الهاي سكول لما ندش على المانقا نشوف إنه هو مو نفس ماجيك الهاي سكول هو نفس ديمان سلاير أو بليج هو واحد قعد يقتل شياطين فهذه الصدمة الأولى هذي للأطفال أهم بثانوية ولا مرة نشوفهم يدرسون درس ولا مرة نشوفهم يفتحون دفتر ما ندري ما ندري ما ندري ليش سوى فهو يعني قاعد قاعد وهو ماشي قاعد يضبط الشغل زين هو قاعد يضبط الشغل وهو ماشي وضبطت وياه طريقة يعني حق واحد مو محضر ترى سأدى وايد زين ترى أدى وايد حلو أنا ما شفت الشخصيات وقواتهم يعني مثلا إذا خذينا ساسكي بناروتو ساسكي عنده خمسين ألف قوة صح عنده وعنده يقل التكنيكس وعنده سلسانو وعنده أماتراسو وعنده تسوكيومي وبعدين عنده حياية وبعدين عنده صقور وعنده يتهوش بالسيف وبعدين آخر شي طالع على قوة يديدة أنه عنده أنه يبدل مكانه مع شخص ثاني صح يعني غصب هذه مشكلة هذه أحد مشاكل ناروتو ما يعرف يعطي قوة ويستخدمها لازم يعطي قوات زيادة وزيادة وزيادة إذا شفنا مثلا في جوجتسو كايزن شخصية ذاك اللي يصفق عرفته عنده قوة وحدة حتى اسمها يضحك اسمها بوكي ووكي صح أخوة بس أنه بس من قوات ساسكي ما عنده إلا وحدة وما يطلع على الشاشة اللي كلنا نضمر من فرحتنا من فرحتنا أن هذه الشخصية طلعت هذا شخص كاتب جوجتسو كايزن يعرف يعطي الشي قيمته هي قوة وحدة بس إذا استخدمتها صح ما تحتاج غيرها لا تحتاج الحياية ولا تحتاج الصقور ولا تحتاج النار ولا تحتاج القمر ولا تحتاج سوسانو وهذا اللي أستمتع فيه جوجتسو كايزن على فكرة لو تسمعون حلقة جوجو اللي سواها بخالد ليش جوجو هذا بالضبط هو السبب اللي قال عن جوجو يقول ياخذ قوة وحدة ويستمتع فيها لين خلاص يخلصها كلها لما نترك هذه الشخصية يكون الخاطر طيب ما يحتاج يعطيها قوة ثانية فأنا الصراحة مستمتع بجوجتسو كايزن مع أغلاطه مع نواقصة مع أن العالم ماله مسموت مع أن الأفكار مو شرطة تكون محبوكة بس مع أن الأفكار مكررة كذلك يعني إذا قلت لك أبي قصة بطل عليه لعنة مع صديقة شوية دارك ومعهم ابنية شوية دفشة على صبيك ممكن تقول لي هاري بوتر ممكن تقول لي ناروتو ممكن تقول لي جوجتسو كايزن ممكن تقول لي وايد أنيميات مشهورة هي فكرة مكررة هو قالب ولكن ممكن طبعا نتقول فيريتيل صح بطل عليه لعنة وولد شوية دارك هذاك بوثلج ومعهم ابنية فهو قالب هي فورميلة نعبي نعبي الخانات اللي فيها وننزلها والفرق على الأداء الأنيمي والأدب هو خنقول أمية فكرة هذه الأمية فكرة عندها يمكن مليون شكل بس أهم نفس الأمية فكرة راح يون زين أحمد فكرة أن الفانز كل ما عجبهم نهاية أنيمي راحوا سوو نهاية ثانية ما أقدر ألومهم لأن أنا بنفسي أعد كتابة نهاية في خيالي أعد كتابة نهاية ناروتو في خيالي لازم أصلح اللي صار غلط اللي صار وايد غلط فما أقدر ألومهم لكن بس نقطتي أن أنا ما شفت تقصير كبير في جوجتسو كايسن نفس اللي حصل في في أو سيفن دادلي سن وما أدري شنو حصل تقصير حصل تقصير سيفن دادلي سن حصل استدراك لكن إحنا كفانز متابعين من سنين توقعنا أفضل من شدي ما حسيت هذا لحساس بجوجتسو كايسن يمكن إذا نزل آنمي وشفت لأن جوجتسو أيضا بصري أكثر يعني هذا اللي صفق ترى مشاهدة بالمانجا مو ما تحمس نفس مرغان لا أشوف إن شاء الله عندنا كذلك خبر تكلاف يا حمد طبعا عندنا خبر استيديو بيروت أخذ لها مانهوة جديدة باسم لاتين ساقة سيرفايفل سورد للا مانهوة ما عندي فكرة أبدا عن مانهوة هذه لكن في توجه من استيديوات اليابانية في أخذ سنوات اللي يأخذون مانهوات يعني هالسنة تددي كم مانهوة تقريبا وصلنا عشر مانهوات تقريبا مو مو هسنة استغفالله من 2020 يعني يعني في مانهوات في عندي كريميك حق الانميات قديمة فتحس هالأفكار شحيحة معدي غريبة أو إن ما يبيجازفون أحس إن ما يبيجازفون أو يمكن إن أرخص بالسنة لو تشوف كم مانهوة قامت تطلع لها مثلا أو لها معجبين رح تشوف المانوة ترى تدري المانوة عادي بالسنة فوق المية أو مية وخمسين مانوة تطلع عادي أو أكثر ونشرها ترى سهل وائد عرفت الكوريين عندهم حين أبليكيشن ينشرونه وفي بعضهم مترجمين بالعربي فصار حتى جمهور العربي قال أشوف إذا يبشي قانوني أشوف أسهل مني أشوف مانغا كمانغا اليابانية أنا ما أتجع عنها لكن اللي قاري هذي من هو يعطينا راية عنها هل انت حمس حق الأنمي يعني ولا ما رح انت حمس الخضر اللي بعد اسمع إيش اللي عندك قامة مؤلف الاصطوري المؤلف قودة بتوصية بتوصية عشاق المانغا على قراءة مانغا unlimited extrosist كاي يوشي من تأليف طبعا شويشة شويشي من تأليف مانغاكة طبعا تعليق المؤلف شنو كان المؤلف هذه المانغا يمتعنا يعني المؤلف هو أودة أودة حق المانغاكة شنو قال عن المانغا هذي هذي يمتعنا ويونسنا بالرسم الأعدائش والشياطين في القصة طبعا الكلام أنت قرأت عنه ما شفت المانغا هذي لا يعني لا هذي ولا المانهو اللي قبلها التوصية تقول بيش اللي راح لك الموضوع أنه قبل خمس سنين المؤلف نفسه قال أن أنا ترى عندي مانغا نزيل أبيك يا أودة أضبطني أنك تنصح تنصح الناس وكلمة أودة يعني لا استقاش نفسي عن المانغاكة هذي تعطي لي توصية يعني توصية تخيل عشان واسطة قال له هذي أتوقع أودة ما شابه ولا قراها يمكن لا لا ما أتوقع مجاسفة جدا من أودة لا لا أتوقع بس ترى شفت تقيمات ترى بس شفت تقيمات ما قرأتها تقيمات ترى عالية بغض النظر يعني تصريح أودة واضح أنا معجب برسم الشياطين في القصة بالضبط حتى ما أقالك أنا معجب بالقصة والقدرات رسم الشياطين موجودين أنا عاجبني حسيت شوي ناس فير فورس يعني حتى حتى أودة طريقة صياغة الخبر أنه قاعد يستمتع مو موضوع جديد أو أنا أسع أو ضحك أو هذا أنا مستمتع بالشكل هذا والله 18 فصل بس Ultimate Exercise كيوشي فعلا أتفق معاك الحين توني طلعت الصورة على فكرة يا شباب هذا الخبر ما حضرت لنا الحين لما قال رحت شيكت لستة الأخبار هذا هذا مو بالأخبار فطريت الحين بوسط الحلقة أطلع لأن اسمع المرات تجيب لنا خبر مفاجأة نزين رسم البطل مو وايد حلو بس رسم القمر لما أنت قلت أنه يذكرك ب فير فورس صح أتفق معاك يذكرني أكثر حتى بالعمل اللي سوا قبل فير فورس Soul Eater نعم أوكي إذا أودا قال أودا كلمته تمشي فإن شاء الله وهو 18 فصل إن شاء الله نقراهم أقل من ساعة حدا فان حدا على الطويل طاري فان شفتوا ووان بيس فان لتر صح صدق نسيت لها أوه هذه حلقة يعني هزت العالم كله أي والله أعلى طبعا أنا اللي يقدر يشوفها اللي شافها أحداث اللي بعد ستين نعم يخلص البارث الأول شرائك باقي خفرين خلص خلاصوا لا يلازم بعد الأخفر عندنا خفرين ساعة سريع في أنمي جديد باسم موبل سوت غاندام L انكاونتر أو A-L-C انكاونتر شيء شديد باختصار يعني أنا من كثر ما أني مو متحمس حق الأنيمي هذا رح يعرضونه على شاشة مول خارجية تخيل في مول في شاشة خارجية بالشارع رح يعرضون الأنيمي هناك يعني كل شيء أنا مو متحمس لالا بورت فوكوكا اللي موجود هناك يا جماعة يشوف الأنيمي هذا الخبر خبر الثاني إنه فيلم موبل سوت غاندام سيد فريدم فيه رح تكون مشروع جديد حق السلسلة اللي هما قبل الأحداث هذه مو من نقدر نقول الجزء الثاني لا هو الجزء الثاني بس الأحداث قبل قبل حلو ورح يكون اسمه زيرو يعني موبل سوت قندار هذا كان يقلد يقلد إش اسمه جزو كايزن زيرو الأحداث قبل يعني كان حلو جزو كايزن زيرو وايد وايد فهذا الأخبار اللي عندنا قبل أن تقل حق فقرة المشاركات لازم يكلمنا عن وان بيس فان لا تر يا أخي الحلقة هذي يعني أنا شفتها هي نزلت يوم الأحد أنا ما شفتها حتى نزلت كن قبل سبوعين أتوقع قبل سبوعين شناها قبل سبوع المهم قريب نزلت شفتها أول شيء ما دري عن التقييمات شفتها شنو هذي لا 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 كعنا نشوف إحنا المنظور ثاني كعنا نشوف المنظور الجنود المنظور زوايا ثانية بالحرب يعني خاصة فقرة الحرب يا الله يا الله تقييمها خذها خذها فوق التوقعات يعني طيّح بليتش هذا تخيل هذا فيلر طيّح بليتش طيّح ريزير طيّح درايغنبو ما في ما في هذا أنا عشان شيء أقول لك وان بيس هو البيك أنا شفت الحلقة أحمد شراي كنت إيه جماعة شايفين لما واحد شون يقول يقول كأن حديثها ثمر الجناني إذا قامت لمشيتها تثنت شايفين لما واحد يقعد يسولف لك يسولف لك وكلامه يكون ثقيل ومر وناشف شنو عكس الناشف إنه يكون رطب وعكس المرورة الحلاوة وعكس الثقل والخفة شنو حلو ورطب وخفيفة على الشبد الفواكه فالشعر يقول يقول عن حبيبته يقول كأن حديثها ثمر الجناني يقول سوالفها سوالفها فواكه حلوة وخفيفة على الشبد كان يتكلم عن منه جاركاست يقول إذا قامت لمشيتها تثنت كأن عظامها من خيزراني شوفوا عندنا المرأة مثلا لما تبي تكون رشيقة ممكن تلبس كعب وتتعلم شون تكتب تلبسها شون تحافظ على جتوفها على ظهرها بس كلها في سبيل أنها تكون رشيقة الغزالة ما تحاول أنها تكون رشيقة الغزالة هي رشيقة الغزالة بس تمشي لكن في شي أرشق وأقلق أكثر ألاقة تألقا من الغزالة هي الخيزرانة الخيزرانة حتى ما تمشي الخيزرانة العالم تتحرك يتحرك وهي تنثني وياه ف يقول بعدين يقول يقول ينسيني المنا نظر إليها لما أشوفها ما أتمنى أي شي بعد ما أبي خلاص أني أشوفها كافي ويصرف وجهها وجه الزماني شايفين لما الزمن يبلك مصايب ومشاكل إهي أذيت اتوخر كل هذه المشاكل ويطرد وجه الزمن بكبرى ودعجاء المحاجر من معد كأن حديثها ثمر الجناني هذا موضوع أنا حلقة وانفيس إذا قامت لمشيتها تثنت كأن عظامها من خيزراني ينسيني المنا نظر إليها ويصرف وجهها وجه الزماني هذا وانفيس ينسيني المنا نظر إليه ويصرف وجهه وجه الزماني يا أخي شكثر كانت متعة البنت اللي اللي كتبت رسالة حقنامي وتعبت على على المارجنس اللي اللي عندها محل مجلات ولابسة تي شرت على بروك لأنها هي تحب موسيقى بالضبط كل إشارة كل تفاصيل يا جماعة في أشياء جمالها بكبرها مثل مثل البحر مثل غروب الشمس ما تقدر تطالع تفاصيلها وهو جميل في أشياء جمالها بتفاصيلها مثلا الزولية الإيرانية كل ما تدخل بالتفاصيل تشوف جمال أكثر وان بيس سجادة فارسية مليء بالأناقة ومليء بالتفاصيل ومليء بالجمال هذا اللي خلى خلى إن حلقة وان بيس فان لتر هي كانت فقط لحظة من السعادة حقي أنا شفت الحلقة اللي أمانة وما رح أزيد على كلامك كنت أسهبت ما شاء الله فيه حلوة بس أعتقد بس لنا أقصد بس اللي حب وان بيس اي نعم اي نعم صحيح لو تعطي واحد ما يحب وان بيس تقوله شوف ما يعرف لو واحد ما يحب جدسو كايسين ويشوف الفيلم زيرو ممكن يتقبله أنا في قصة كاملة هذا اللي أتوقع لن نحن صح 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 من اسمه فان لتر اي تدري أقوة لقطة في الحلقة شنو تعرف اللي أنا قلبي نحط بالحلقة تكفى أبي البنت شوف نامي شوفيها اي والله صج اي والله لا تروح لا 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 تشوف نامي أنا حس اني تعرفت نفسيا بس معنا لحظة لمحة لمحة نامي أنا ارتحت خلاص ان البنت هذي شوفت هذي كانت أهم يعني هذا السباق اللي خلاني أركض مع الزمن بالحلقة ابي هتشوف نامي خلاص موضوع صح صح هذي هذي عبقرية بالكتابة بو خالد تخيل عادة عشان عشان يشدونك عشان يستوعبون عواطفك لازم يخلون ان العالم بينتهي والداركلورد ياي ومادري منه بخطر بس هذه البنت لو كانت قاعدة في بيتها ترى ما في خطر ما في داركلورد ما في شيء اه هي فقط كانت مشتهية ترسل الى شخص تحترم رسالة بس يا الله وكانت كل عواطفي مع هذه البنية ابي الرسالة توصل انا تصدق اخ شيء شبه فقط انها توصل بس ابيها تشوف نامي ابيها تعرف لي خلاص خلوه تشوف اشو هنا شابت فللي حب وان بيس وشايف وعارف القصة هذي 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 زيادة زيادة بس حق اللي معارفة طبعا هذا ليس مدخل الى وان بيس ضبط اتفقنا معك المنظور اللي يعطون اياه في المارين فورد كان جميل جدا منظور القضية مع الاخوان وشون انه اصلا واضح الجنود ولا يم قوة القراصنة ولا دمارالات ما في قوة يعني كان هذا جميل المنظر وكان موجود هذا بخصوص فان لتر الضابط اللي يحب شوبر يا الله يا جماعة يقول اهو قرصان بس شنو بس هذا حب ما اقدرت لا هذا مصير يا جماعة ما اقدر وايد كانت حلوة الحلقة يعني هذه الحركة ما تنجح الا معقودة واكيرة تريامة بس يعني واحدة يسويها منك ما تفضل فلا حلوة حلوة يعني لا وشنو منو اي ضابط يعني رسمة الضابط رسمة واحدة عنيف شنو عيونه تقلب لا لا يعني كان ابداع فيه هذي وارد اقول الحلقة اللي عشق وانبيس من اسمها فعلا راح يستمتع اللي تابع وانبيس ننتقل حق فقرة الاخبار ولا عندكم شي بعد تقصد المشاركة نعم طبعا عندنا مشاركة اولى من المدمر خمسة يا ساتر دائما يعطينا بقات وارد يطينا عافية ايه ايه اللي يعطينا وارد ايه 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 يطيه العافية عندنا كذلك يقول الحماس الف كم تحمس اول ما زلت حلقتنا لطافة الحمد لله يطيك العافية عندنا زيد يقول القناة هذي متعة شكرا لك شكرا شكرا فيتو يقول عاش والشباب عاش في اليامك كذلك عندنا كذلك مشاركة من عمر الشامسي اعتقد واحد من الشباب هذي واحد من الفانزاتكم ترى لا لا بالعكس اخونا يعتبر يعني اه يقول انا رأيي انه وقف وانبيس عشان دراجون بول ديمة وهو يقول انه وقف وانبيس عشان دراجون بول ديمة والدليل رسم دراجون بول ديمة افضل من رسم وانبيس بمراحل فلان جودة الرسم عالية في دراجون بول صار التركيز عليه على دراجون بول وليش ما اعطوا هذه الجودة العالية من رسم حق وانبيس بداي دراجون بول انا شوف الكلام هذا منطقي اكثر بصراحة بالنسبة حق عمر انا ممكن عمر اختلف انا معك وانبيس من سنة اول ما طلع تغير رسمه أكثر من مرة بدون لا ياخذونه بريك فحتى وانوا الرسم القوي جدا بدون لا ياخذوا بريك فهم هم محتاجين الشيء هذا توي اناميشن عندهم ستاف كبير جدا حاولت حتى أشرح في ردي حق عمر وطبعا هذه الأمور إحنا نتوقع بجرد توقعات فممكن أن نكون صح ممكن أن نكون خطأ لكن أعتقد أن توي اناميشن أكبر من أن توقف عمل حق عمل أنا أعتقد وجود دراجون بول دائما هو لسد فراغ إراحة وان بيس لأنهم يدرون أن وان بيس راح يخضر بريك أبقى حتى واحد من المسترقين أعطانا كلام بس نمشي بكمنتات ورح يجينا بزيد على كلامك تذكر أن كان ينزل سوبر فترة وان بيس ترى كان قاعد ينزل هذا بقمة إنتاجها هذا بقمة إنتاجها ما كان في شيء أصلا ولا حسينة بالضبط يعني نزل عادي ما عندهم مشكلة فما أعتقد أن السبب التوقف في الفرق في الرسم يعني هذا وجهة نظري عندنا كذلك إيدن مانقا يقول وانا قول ليش حبيت أحمد الحمر عفية يقول أنا وهم متشابهين بالذوق البيغ مام هي الأفضل فعلا الأفضل عفية عفية إيدن مانقا كفو عندنا محمد فلاح يقول يعطيكم العافية أبو خالد والحمر وإسماعيل الله يعافيك الله يعافيك يا جماعة الحمر يتكلم عن بيرزيرك وفي خاطرة يتكلم أكثر واضح أي منت الحلقة الخاصة لتفتوونها طبعا هو بالنسبة لها يقول ما عليكم بس مو عشاني عشاني حب بيرزيرك والله يا بيلا بس عاد تدري من زمان من زمان موغاري يا فصولي لازم أرجع وراجع أرجع أراجعهم عشان عشان لما أتكلم أتكلم عن بينا لأني من زمان موغاري نحطها في المستقبل نشوف شليا طلوية ممكن تكون حلقة تحت المجهر يعني ولا مشهد النهاية مشهد النهاية خلاص بيرزيرك تقريبا خلاص عندنا كذلك يوسف العازم يقول سؤال صعب يا أبو خالد سؤال عن اليد اليسرى عن اللي يستعمل الشخصيات طبعا أنا قلت رفيج لوبن طلعت أنا غلطان رفيج لوبن كان يستعمل يد اليمين فيقول سؤال صعب يا أبو خالد شوف أنا حين بقراه بصيغة ثانية تعليقة رح يقراه بصيغة ثانية هذا يوسف العازم يقول سؤال صعب يا أبو خالد لكن لأني تخصص أنميات رياضية فكل أنيمي رياضي فيه أكثر من شخصية تستعمل إيده ليسار عفية عليك صح بس ترى صعب السؤال بس لأنني تخصص رياضي عرفت لازم رجل يعتد بنفسه يقول الله يعطيكم العافية على الحلقة استمتعت فيها جدا الله يعافيك وننتظر جديد شكرا لك ما بأقول لكن بقولها أنه أنت أول قناة أفعل فيها جرس التنبيه عفية 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 يوسف تشرفنا فيك جدا شكرا لك عندنا يحيا يقول في رأيي مسألة تحريك بلولوك هي مسؤولية المخرج لأنه هو المطالب بإيجاد الحلول حق الموضوع أنه فيه نص كبير ووقتك صير تحرك فيه الشخصية صحيح كلامه فهني عادي يتميز المخرج الشاطر عن المخرج العادي ممكن يواجه إكراهات من ناحية الميزانية من ناحية المنتج وغيرها يقول ممكن مثلا المخرج يخرج بحل لكن الميزانية ما تكفي أو المنتج رافض لكن في العموم بالحكم على ظاهر الأمور تقع المسؤولية على عاتق المخرج وفريقه الإبداعي وبخصوص عدم اكمال المؤلف للقصة بسبب من الأسباب أرى أن المادة القصصية لا يجب أن تبقى مرتبطة بمؤلفها الأصلي أعتقد أحمد هذا كلامه لما قلت لما قلت هنا كان نوقف نتناقش بالنقطة هذه ونكمل بعدين التعليق أول شيء بلولوك أنا أتفق معك مسؤولية المخرج هنا لأنه في بلوك أنا شفت ثلاث حلقات أنا مو شفت حلقتين شفت حلقة ثلاثة ثلاثة اللي هو قصة الفريق الأول اللي صادم بطيه أنا لاحن على رأيي أن كأنيميتر كمحركين شغلهم زين والدليل شوفوا تفاصيل العمل من ناحية البازلز الحركات هذه الصغيرة المربعات اللي على خد الشخصية شون قاعد تروح تركيب تركيب اللي تتفكك وترد وشوف شون شخصيات العيون تصير مثل ديمون وهذا فكانت حريكهم زين كعمل بس لما يجيك مخرج يفرض عليك الشيء هذا أنت ما بيدك شيء كمحرك فهل الأنيميتر أو الأنيميشن في بلولوك سيء نعم سيء بسبب أن المخرج معارف يتصرف مع النصوص بدليل على الجنب اللي هو الكابتن ماجد كابتن ماجد كان يسؤلوا في الشخصية طبعا كابتن ماجد في نقطة مهمة جدا اللي قارن في الكابتن ماجد كان جزء من الحلقة تمشي مع المعلق يعني شخصيات ما يتكلمون المعلق وقت ويجرى فلان وفلان يسدد المار ما كان يتكلم من شخصية في جزء من الحلقة كابتن ماجد الجزء الثاني اللي هو حتى لما يتكلمون كابتن ماجد كان يركضون في مسافات طويلة حتى واحد حسب حسبه أفكر قبل قريت بالنتقديمة أنه كم طوله الملعب الملعب الحقيقي يطوله 160 أو شيء شدي متر أو ياردة طوله الملعب في الكابتن ماجد 12 كيلو هذا حسبه على حسبة الركفة وكان يقدر المخرج يحط كلام أهنين ما يقدر يحط لكيه طويل لأنه أنت كمشاهد تشوفنا قاعد يدعبون في صالة صح فأنا أرد أنا عتبي على المخرج في بلولوك التحريق سيء لأن المخرج معانف يتصرف بالنصوص هذا وجهتنا طريق أرد على يحيا وبخصوص المؤلف وكذا مادي شرائك انت أحمد اسماعيل بعدين أنا أنا بعطي أنا عندي أنا ضده بهالموضوع أني نجد نقول بيرزرك شو شون قاعد يعاني قاعد يكتب مساعد شا اسم المساعد مو مساعد رفيجة رفيجة بس مشكلة شنو تقاعد يعني وايد قاعد يصير في توقف كاتب بيرزرك كان اللي سمعت أنه كان يوقف وايد على على كل تشابتر تشابتر وايد يعني يوقف ثلاث أربعة خمس أشهر عشان بس يعني يعطينا تشابتر مميز بس هم أنا أبي أبي ياخي القصة حلوة القصة تشوق يعني أقل شي أقل شي اخذ كل شهرين خلها يبقى بالسنة أربعة أربعة فصول شوف في العالم خنتكلم بالعموم أقول أحمد في شي عندك تقوله لا لا تفضل بالعموم كل العالم كل البشرية القصص لصاحبها المؤلف ما في أحد يجي يكتب في دالة صح مستثني السوبر هيروس المملوك لشركات يعني لما نجي حق دوقن ديد كاليغرافك نوفل ما في لها واحد وقف وقف خلاص انت أنا موضوع أو يسني ده المهمة من عنده حق شخص آخر فأنا لا أنا مع أن المؤلف نفسه يتم لكن حادي إذا ما يقدر مثل تقاشي على الأقل أنت اشرف على العمل لا يطلع من تحت إيدك صح صح مزين لأن أنا أحس أي إيد تدخل في العمل راح تغير طعم العمل نفسه في التوريام لما سواها مع سوبر هو يشرف على مانجة سوبر بس شنوه أنا نصدمت أنه كان يشرف وبوقته كان يرسم ترى دياما فشي ممتاز وكان يشرف على دراجون كويست الجسمة اللعبة مع الجسمة اللعبة الأخيرة فشوفوا شلون الإشراف ساعدني يسوي أكثر من شي بالضبط لا بس أتفق معك قلبا وقالبا بخالد العمل للمالك إذا مثلا نفس روبرت جوردن بعجلة الزمن شاف أن خلاص راح يتوفى الموت ف ممكن هو طلب من براندون ساندرسن أو شنة زوجته اللي طلبت أنه خلص القصة خلاص هذه القصة يعني هذه سووها أكثر من واحد في مرات على فكرة يعني حقوق الطبع تسقط يعني فيه ناس الحين يكتبون قصص ألس في بلاد العجائب خلاص أي هذه مع أن ألس في بلاد العجائب معروف يعني هم روايتين ألس في بلاد العجائب وألس عبر المرآة ما في رواية ثالثة فممكن تصير أن بعد فترة عقب سبعين سنة تشغيل يسقط تسقط حقوق الملكية لكن إذا حقوق الملكية قائمة لا فالعمل للكاتب نعم وإذا ما كمل الكاتب فهذا خيار يعني الحين فيه وايد كتاب يليت بس اثنين أو ثلاثة جورج أرار مارتن ما خلص سلسلة أغنية Game of Thrones أو أغنية الجليد والنار باتريك روثفس ما خلص سلسلته وايد وايد لا فلما يديش كاتب ثاني يكمل ما يصير ما يضبطها وخلاص يطلع الموضوع الحين بالمثال الخاص اللي تكلمنا اللي تفضل فيه إسماعيل اللي هو برزارك أنا فهم أنه هو أنه هو متنرفز يا جماعة برزارك مو مثل Vagabond باقي الهوشة الأخيرة ويخلص وكل كل الأشياء بس إحنا مستعدين بس ناطرين أنه واحد يكتب لنا مشهد النهاية وتخلص وبعدين كل واحد يرجع بيتها برزارك باقي وايد باقي وايد تأول بطل اكتمل فريقة والمجرم عنده فريق كامل يعني مو هوشة أخيرة هي راح تصير حروب وكل مجرم فيهم جسمة والحين نزل الفصل الأخير يبط باط فباقي قصة قصة طويلة وهذه لي الشخصيات مثلا المجرمين حين الأبطال تقريبا تبلورت قصصهم كلهم هذي لي المجرمين هذي لي هم بعد لهم قصص يعني هذا ركشاسة اللي هو مع هذي لي الفريق الهندي هذا لقصة جرانبلد شنو وصلها وشنو سالفت العمالقة نزين هدك من هذا البنية الصغيرة البنية الصغيرة اللي وياهم اللي تقدر هذي شنو سالفتها المستقبل بعدين عندك بفريق البطل الشخصيات اللي رجعت عقب الفيري تيل أرك هذه رجوعها عقب غياب يعني رجوع عقلها عقب غياب راح يصير لها قصة وحلقة عاطفية كاملة لازم تعالج هذي مو سهلة هذي مو أي واحد مو إنه والله الكاتب كتب لي نوتات يعني أصلا أتصور أن برزرك لازم أبطل أقرأ وأقول خلاص أن هذه الأشياء ما راح يقدر موانت شدي كثرة الوقف شكي يصير فيني أعيد أقرأ من أول يديد بس أبي أراجع هو طبعا العالم ما يتقوي فأبي أراجع بس عشان ما أنسى أي شي يقصد معي ممكن هذا بالنسبة رأينا في الموضوع تكملت كومنت ما له شي أخير إذا بيكملون على تشديك الأربعة شهر راح يموت الصديق وبعدها مخلص يعني ممز الكاتب في يورا صح أو لا لأن القصة باقي طويلة وايد أتفضل يحي يقول ومن خلال ملاحظة أبو خالد فكرة أنه كان بالإمكان إنهاء منغة هانترك سنتر لقاء قون مع أبو من زين عند الشجرة وإعتبارها هذا الجزء الحبكة الأساسية الأولى انتهت بعدين عادي نزل جزء ثاني عن القارة المنظر على كيف فهذا يعطيك العافية يحيى على المشاركة عندنا سالم يقول حلقة جدا جميلة وممتعة للأمانة عندي مشاركة واحد كمتابع وانبيس كان التوقف أمر حتمي ولا مجال للهرب منه وكان على استيديو أن يتخذ هذا القرار يوقف ستة شهور يعني بسبة التمطيط واقتراب المانقة وغيرها من الأمور هذه وجودة الرسم وغيرها هذه مشاركة أولة حق سالم لأنه صار التحريك بعدين سيء عبارة عن صورة ثابتة وحدث يصير المشاركة الثانية من سالم يقول بالنسبة حق سوال أحمد حول انتهاء أنيمي هنتر توقاشي يقول توقاشي سوى شغلة صعبة جدا تشوفها في مجال أنيمي ومسلسلات والأفلام والروايات كذلك لأن توقاشي بنى قصة ترتكز على عالم هنتر وليس على شخصيات هنتر بمعنى جمال الأنمي وقوته وإبداعه في العالم نفسه وليس في الشخصيات معينة وقصة قنوبه قطرة من محيط في إبداع توقاشي فجوابي إيه أسامح توقاشي لأن أحيانا من كمال من كمال أن تعشق شيئا ونت تتعلق فيه يعني هذا وجهة نظر سالم يعطيك العافية إذا في عندك تعقيب ولا تماما لا بس وجهة نظر معقولة جدا وطبعا نقبل فيها ونحترمها عندنا زياد يقول لو في شي يتحرك أي لو في شي يتحرك أو لقطة من أنمي لأنك كذا ملل وأنا أسمع بس أو تطلعون وجهكم زياد اسمها عفوا زياد زياد البودكاستات يعني من بد الدنيا هي صوت فقط شون حط له شي يعني روح البودكاست أي بودكاست هو فقط صوت ضبط يعني ممكن بعدين في السنوات الأخيرة طلع الفيديو كاست اللي يسمونه بودكاست يعني وهي عبارة عن مقابلات أغلب المهم فزياد بالعكس أنا بالنسبة لنا هنا في بودكاست جار أنا يهمني شيء واحد أبيك تعطيني سمعك أنا ما بي أشغل بصرك أنا بيك تسمعني وأنت بالنادي وأنت تسوق سيارة وحتى لو قاعد نلعب لعبة فيها طريقة يعني ما يحتاج أنك تركز باللعبة حيل حطنا بالخلفية ممكن بعض الأمور المكتبية بالدوام فأنا بس أبي منك سمعك والباجي لك متابعة البصرية تابع شيء حتى لو تروح بممشا مثلا حط تليفونك بمقباطك واسمعنا فهذه أحد الأسباب أو أحد الأهداف الرئيسية أني ما أبي يعني أخذ كل جوارحك وياي يكفيني بس سمعك بضب أنا شلون شلون أسمع يعني 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 إذا كان في بزحمة الصبح بالدوام هذا هذا بيرفكت أني أسمع لكن بالبيت عندي لعبتين ثلاث تعرفون الروغلايت اللي هي نفس الأربع مراحل بس يتغيرون شوية ويكون عندك شخصية غير أو باور صغير فعندي سكل أو هيديز هذيلي صار لي خمس سنين ألعبهم بس أهم ودائما ليش نفس اللعبة لأنه بس أحتاج أن الشي يخليني أطفي كل شي ما عدا عقلي يعني عقلي حتى ما استخدمها حق اللعبة وأسمع بودكاستات حتى إذا كان فيديو ما أطالع مقابلات أي شي ما أحتاج أكتب فيه بإيدي مثلا محاضرات براندون ساندرس أحتاج أكتب بس أي شي ثاني هذه الطريقة المثالية بس ما أخوي زياد ما أتصور أنه أنه راح نسوي بس في قنوات يسوون هذا الشي أحسن منه ستوري أوف تيلز ممتعة جدا يسوي فيديوهات سرد قصصي سرد قصصي جميل ويستخدم شسمة في واحد ثاني يسوي يسوي فيديوهات أفضل عشر دخلات بالآنمي أفضل عشر تهزي هذا رهيب بس للأسف نسيت اسمه آه في واحد سعودي اسمه وجيه واحد أحبه تدرون منه الإنسان الجميل منه اللي يطلع اللي جدامه جميل وجيه لما يقابل شخص الحين هو شوية أكثر بالأفلام بس يدخل عنده حلقات على وان بيس هي اللي أسمعها لما يقابل شخص يطلع الشخص اللي يقابله جميل وعشان شدي أنا واحد أحب وجيه فهذه لبودكاستات ممكن ننصح فيهم يكون فيهم محتوى بصري إذا فعلا حنجت يا زياد إلا أبي أشوف شي ما أكتفي بالسمع بس بس إحنا هذا الهدف بس يكفيني سمعك وامورك الباجي بالعكس روح النادي بس كل الأحوال إحنا سعيدين بالمتابعة شكرا لك زياد لك سمعتنا يا تكرا عندنا كذلك مشاركة من دانيل طبعا واضحنا مضايق يقول بليتش أنيمي بس فايتات أنيمي بليتش القديم سيء بليتش ما في قصة بليتش بس أنيمي أوستات وشخصيات اللي قال لما أنا قلت هو كان ألم فيقول شنو الألم اللي تحسه يعني حسيت فيه تكفي تكفيه تكفيه مو لازم تتكلمون عن شي مو شايفينه ولا فهمينه اف 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 روحوا طالعوا إيسي كاي وأنامي سحر طبعا أول شي أشكرك على التوصية بس أنا موحب أنا ما أطالع إيسي كاي وايت لكن للمعلومية أنا شفت بليتش القديم نعم في وقته هني بدي أستغل الفرصة مو رده بس قصة بسيطة بتكلم أنا عنها أبو خالد أنا من أكثر الناس كارهين لوانبيس سابقا نعم قبل كنت أكره وانبيس تدري لأي درجة أحمد إسماعيل حتى أعزي المستمع كنت من شدة كرهي لوانبيس كنت أي شخص يقول إني أشوف وانبيس يعني أنا آسف كنت كان ينزل من عيني أي يعني كرهي لوانبيس وصلني إن أي واحد يشوف وانبيس كنت أحس أني أطالع بنظرة دونية طبعا البيغ ثري قبل أو ما يسمونه البيغ ثري مو حنا نسميهم المعروفين بليتش وناروتو وانبيس طبعا أنا كنت من ربع ناروتو كنت أحب ناروتو وكنت بليتش أصلا ما أشوفه شي عفوا وانبيس اللي ما كنت أشوفه شي بليتش كنت أقول ها والله ممكن كمنافس لعملي كنت في فترة من فترات في ذيك السنوات أتكلم إحنا على 2002 تقريبا 2002 أو 2001 2002 تقريبا لا تكلم عن ناروتو تقول ناروتو مو زين أحس أني قد تقصدني أنا شخصيا ولا أقدر أقول آه لازم أشوف وانبيس ولا بليتش وامدح لك إياه لا ما رح أمدح لك إياه أنا أنت منافسي هذا يقبل بالنسبة لي فالشاهد كنت أحب ناروتو وكنت حاشق جدا لي ناروتو كنت كاره لي وانبيس ونظرتي دونية لعشاق وانبيس بليت كنت أحس هو المنافس لي بس ما يعجبني مرت السنوات سبحان الله سبحان ربك اللي يغير يعني يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا صرت شوي شوي أتضايق من ناروتو مو لأن وانبيس حلو ولا ناروتو لا فيه أشياء قاعد تصير بالعمل جدامي يعني يعني أرك بين ليل حين أنا ترمحت رق ليل حين شكرا لك نعم اللي سويته ويايا يا كاتب ما كانت شوي هز ثقتي بالكاتب لما يجي حق وانبيس وانبيس على فكرة يعني كانت من الأمور اللي كانت مو عاجبتني فيه في البداية طرح أنا شفت وانبيس قبل لأرك سانجي وبعدين وقفت وانبيس يعني قبل لا يضمونا في المطعم من الأمور اللي ما كانت تعجبيني فيه وانبيس سالفت أن البطل لوفي مغفل زيادة على اللزوم يضحك زيادة على اللزوم هزلي زيادة على اللزوم رفيجة زورو أرجل منك هذي نظرتي للعمل شنو اللي عالم قراصنا يعني أنتو يعشاك وانبيس حطلي مهرج يتفصل رأس بصوب ويده بصوب ولما تنفصل يده ما يطلع في دم ودم وعظام نارتتها أول عشرين حلقة الاختبارات يطق وانبيس مليون مليون صفر أول عشرين حلقة في وانبيس أول ثلاث مواسم ترى يشقون شق من الموسيقى والأكشن كل شيء وذكاء نارتو في حل المشكلة زابزبة 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 مش اسمه وبعدها يا رجل وشون نارتو يردها على ساسكي ساسكي ساعد نارتو كيف يقول أنت يا القطو يا أخوات كيف يردها كم حلو يا تجي أجي أروحك وانبيس وباقي يتفصل ولا مساعد باقي يجيلي بعجلة بتاير واحد كبان شي يصبح ومساعدهم يا حمي احترمني فكنت مو حظ وكنت أحب نارتو المهم جاني في ذيك السنة طبعا قلت لك شخصيتي ما قدر أتقبل عندي ولد خالي كان يحب بليت وقال لي شوف بليت قلت لها ما راح وقال شوف شفت بليت لي حدث إعدام روكيا أو شاسمه أي روكيا روكيا لي إعدامها وبعدين هين آيزين صعد لي السماء وكليل شي يقول هاش رائق قلت لها والله وصلتلي الحدث هذا وما عجبني طبعا المفروض أن يرد علي يزعلان شو ما عجبك هني صدمني صدمة صراحة ردة ابتسبت أن يقول لي مو لك بضب شي يقول لي مو لك أنا بيو بالنفس يقعد يقول ليش ما زعلت أنا قاعد أقول عن أنميك ما عجبني أو مو حلو ليش ما زعلت فردك كان يقول لي مو لك الأنمي فبكل بساطة بعدين الحدث اللي قيت لك في ناروتو صار بعدين ما عجبني ناروتو بعدين جيت حق وان بيس وكانت عندي مشكلتين ما قدرت تجاوزهم في وان بيس طبعا قيت لك أنا وقفت عند سانجي رديت حق وان بيس بعد المريم فورد يمكن وي 400 400 أو 500 حلقة مشها فلما رديت كان يقول حق واحد قيت لي يا عمي وان بيس رجالش كبرى لا بيتش نزل خشمة ولا دموع صح دموع مع صح شي يقول لي وشي ثاني معاجبني في وان بيس شنو اللي واحد صدرة حجم الكبت عريب ورجولة ضعيفة أول فقال لي بو خالد تحمل الشغلتين هذة ولي وكم بس تحملهم ما قول لي ما أنا ما راح أحط لك عذر ما راح أقول لك إنه أرت وده ما راح أقول لك بقول لك تحملهم فعلا بعد ما تحملتهم لا تغيرت وجهة نظري عن وان بيس قادة شوف قصة وأحداث صرت أنتظر طبعا أنا ليه الحين مو من عشاق فايت وان بيس أنا أنتظر الجزيرة شنو طابعها شنو مصيبتها وشنو حلها وشنو أثرها على القصة صح فهذا بعد يعني شوي شوي عجبني وان بيس بعدها برد هنا على موضوع إنه ما شفت وان بيس أو بليس كامل جاني واحد من الشباب في الدوام كان يقول لي نفس الموضوع بليس بليس قلت شنون يلا وصارت حزت كورونا قلت خلاص الحين أعتقد وقت مناسب إنه يشوف بليس شفت بليس كامل طقه واحدة ورا بعض انطباعي نفسه لما شفت قبل ما عجبني الأنمي فاللي بوصل لنا من كلامي إنه كون إن الأنمي أنا ما عجبني مو بالضرورة سيئة أنا مو ناقد ولا مقيم ضبط إيه المسألة مسألة أذواق وبعدين إيه وشركات بدليل هذا حاطينه بيك ثري اللي عجبة ناروتو عاجبة اللي عجبة وان بيس عاجبة اللي عجبة بليس عاجبة بس أنا بالنسبة لي لما أقولك ما عجبني بليس ما قلتها من فراغ أنا شفت القديم طبعا الحين اللي نزل ترى ما شفت ولا حلقة منه فما أدري عنه فما رح أحكم عليه أنا أحكم لك على اللي انتهى مثل ما حكمني على هنتر لما انتهى قبل نعم فبالنسبة لي بليس إيه أنا دوقيا بوخاد ما عجبني بليس صراحة مو لأنه سيئ أو حلو إيه مسألة دوقية ما عجبني مثل كاتب فلاني ولا ما عجبني هذا فلكن لما تسألني ليش ما عجبك هنا موضوع ثاني هذا موضوع ثاني فأتمنى أن رسالتي وصلت لك وهذا اعتبر أنا مثل دستور حق جاركاست أن يا جماعة كل الأعمال سواء حلوة ولا مو حلوة أنا ما يصير قطعا بالشخص نفسه والله أحمد مثلا يحب وانبيس أقوم أنا تهجم على أحمد أحمد ما على شغل ما عجبني وانبيس أتكلم عن وانبيس بحد داخل سمعوا لي فبالي يسمعوا وسمعوا الكلام الصح فما أنا ما أدري من اللي يقصد صراحة بالي لكن على العموم الله في ناس تهجمني لأن يتابع وانبيس بس أنا لايح اللوم المرصاد لا 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 ما فيه أشوف أنا ما عندي مشكلة يجيني شخص يقول لي بو خالد موستر هنتر مو حلوة عادي بس ما يصير تجي تقول لي ترى معقدين اللي يلعبون موستر هنتر إن هني طلعت من اللعبة وبديت تعتدي علي صح صح والله اللي يتابعون وانبيس أطفال هني طلعت من عمل وانبيس وقعدت انتقدهم انتقد وانبيس وقول لي وين الطفولة في وانبيس هني حض نقاطك عليها لا تجيني أنا زين اي فهنا بليش أنا ما جيت قلت والله عشاق بليش مثلا ناس عنفوانيين ما لا لا أبدا ما تطرقت حق متابعين بليش أنا ما يعجبني نردت ما عجبني هذا وترى على فكرة انت ما يعجبك وانبيس هذا أمر طبيعي وبالعكس هذا جمال الأذواق عالم كبير فأودي لي ختم ختم كلامي ان عالم الترفيه يسع الجميع الكل يحب الكل يعني قصد أنا يعني ما راح أفرض عليك تحب وانبيس ولا تفرض علي حب بليش بس عادي تقبلني عادي خنظل مع بعض نفس الشيء ربع يعني فإسماعيل كعضو بودكاست جار وحمد كعضو بودكاست جار حشاق البليش ويا أنا وقعد نضحك ونسجل وطبيعي جدا باش موتوب موتوب وانبيس بليش ناروت وقطة العاشر بيغضب البليش بعد تحطها عقب وانبيس اي 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 ناروت وانبيس اي 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 حتى حمد عندي رابع مثلا واحد بالدوام عند وانبيس لا يشاف حورو فيجي واطلعوا ويا وضحك فلا يتعدى العمل او موضوعنا في العمل نفسه فهذا هو يعني بس عندي نقطة بسيطة شرايك اللي ينتقد اي عمل اي عمل كان هو مش هايفة انا ما احب الفئة هذي ما يصري يعني انا اشوف عملك انت مثلا والله خالد قلت لي مثلا عمل قلت لي جوجو ما اقدر انتقده قلت شفته كله بعدين اقولك حلوة امو حلوة انا عندي تذي فلسفتي تذي اشوفه كامل بعيوبة اغصب نفسي بعيوبة اشوفه بعدين اقولك رايي ما اعطي رايي حق حق اي احد اذا حلوة انصح حد اذا لمو شايفة ممكن اي فأقولك هذا رايي انا مو تشذي مو شرط اني اشوفه كله في يعني مرات وائد اقوله اذا هاي اولها ينعافت عليها هينا وصحيح ان يعني هذا صارت لك وان بيس وبعدين اكتشفت انه جميل بس مرات وائد انا يا اخي وقتي وقتي مو مو لنهاية محدود جدا فلازم اتخير الحين اولا شكرا للمتابعة انت يعني ما قلت هالكلام الا وانت سامعنا وامتابعنا فشكرا لك ثانيا حسيت بنبرة غضب يعني بشسمة ان تكفون لا تحكمون على شي وانتم مو شايفين اخوي ترى شايفين وروح وشوفوا كيفه هذا في غضب لا لا يبقى هد الموضوع ترى احنا ما قاعد نتناقش يعني مع عن قضية فلسطين وقاعد نتناقش مع صهاينا ولازم نحط خط احمر على الارض ولازم ما نتعدى وهذه اللي شون يقولون ترى بالنهاية هو صور متحركة يعني في ناس الانيمي بكبرة يشوفونا منهم زوجتي تقول ما ادري شلون انت ريالش كبرك وش اسمه وعمر وانت تشوف هذه الصور متحركة مو قادرة تتقبل مع ان اوريها اعمال ميازاكي وش دي ما تتقبل مو ما تتقبل بليتش ما تتقبل ميازاكي زين فعادي ترى وايد عادي وايد عادي اسماعيل يشوف ان ان بليتش حلو انا عندي ينرفز ينرفز ما يخالف ما يخالف اذا انت ما تتفق وياي عادي عادي هذا مو شي انعصب في على بعض حتى ما يحتاجنا تناقش في فبس احب اقول شكرا شكرا انك قاعد تتابعنا انا حزنت شوية والله اننا نرفزناك بس ترى اذا تشذي راح تتنرفز من كل شي والله يعني في وايد اشياء اذا قلت لك فيري تيل مو حلو لا راح ترد تعصب علي لا يبترى باباي اذا قلت لك وان بيس اجمل شي بالوجود وشفني انا شوية متعصب يعني وايد احب يسموننا الونابيس 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 عادي 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 ان شاء الله راح تسمعنا بحلقات ياية ان شاء الله قاعد تسمعنا الحين وصوتنا يوصلك ومرحبا فيك ودايما يهمنا نسمع رايك سواء بهذا الموضوع او موضوع قيره حياك الله يطيك العافية عندنا عمران او بعد هم الظاهر ان متحملين عن وان بيس خير يبقى مع احترامي لكم ولصاحب التعليق كان عند وان بيس يقول لكن اللي ما شاف البحر يقول عن قاعة كاس كاس الماء عميق او شيء جديد اي فبعدين هو وضح انا حاولت ان يستفسر شنو قصدك شكو وان بيس ابدا مو عميق نعم هذا بالنسبة لعمران مو المغزة انك ما تشوف وان بيس او ما تستمتع فيه كيفك نعم الفكرة انه في اعمال كثيرة احسن من وان بيس اهني بمسكان الجملة هذي في اعمال كثيرة احسن من وان بيس بالنسبة ممكن لعمران بالنسبة لي انا ممكن يقول لا وان بيس هو افضل وبعدين شنو قال عطانا نصحنا بشيء نصحنا في فيلم قديم نسيت اسموينا صراحة حاطه بالكوميته اذا موجود ايو والله طلع خنشوف يا جماعة لا مو عمران مو عمران واحد ثاني داشت بالكومنتات وعطانا فيلم اسمه اه لا اذا عمران قاعد تتحرش لا لا عمران 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 وبعدين هذك اسمه جين رو جين رو اوه جين رو ما فيلم قديم والله صوت جين رو ممكن ممكن ارجع اشوفه بس هذا قديم هذا ترى هذا ترى من جيل اكيرا وبط ليبور وربعة هذا مبلأ هو الشايب اللي داخل الروبوت ايو والعيونه حمر تصيرو هذا ايه اوه عمران انت عائل من جيلنا انت هنبعد هنبعد قديم انزين اولا شكرا لك شكرا لك عمران انا قريت الكومنت ودايما يا جماعة ما يصير تقول لي انا عندي انا عندي قصة احلم عندي كتاب احلم من كتابك بس ما تقول لي شنو هو هذا تحرش يعني عمران لازم تقول لي عندي شي اعمق واجمل من وان بيس يقول لنا وشكرا لك قلت لنا جينرو الحين ممكن اتفقوا اياك ممكن اختلف اوكي ما راح نتناقش خلاص عمران انت برايك ان جينرو اعمق واجمل وانا راح احترم رايك فالمسألة ذوقية بحتة يعني فهم يعطيك العافية عمران على المشاركة عندنا بو يوسف الصاير يقول مساكم الله بالخير يا الغالين بو خالد والحمر واسماعيل منورين جميعا خاصة الستاذ احمد الحمر عاش من شافك في مقابلة كوانتم اي شكران شكران هذا شكلي سوبر ماريو لابس نظارة طبعا سأل سؤال في ذاك التعليق نعم هل راح تتواجدون في معرض كوانتم اللي صار بالويكند اللي طاف فجاوبتها في ذاك الوقت نعم قلت له ما اعتقد انه راح نتواجد للأسف ما صار اي لان للواحد مرات الويكند وده خاصة مع الوقت الحلو اتكلم عن نفس واحد وده يستغله شوي طلع العيال مزرعة ولا هذا كان اسبوع امتحانات وتقريبا يومين او ثلاثة ايام الدوام لي سبع بالليل فلا الويكند كنت ميت يقول محقق بو خالد الحمد لله على السلام طبعا محقق بو خالد على موضوع انه انه ليش وقفوا طبعا سيديو ونبيس وبقى الحمد لله سلام اسماعيل على سفرة يقول انمي بلولوك مستمتع فيه جدا والحماس مليون عشان نعرف النتيجة ادوارد من فول متل الكمست يستخدم اليد اليسرع انا لسيت صح يسرع انت اللي قلت صح ادوارد ولا واحد لا لا هو قال ابو ادوارد يمثل مدرم ايه صح صح يطيك العافية بس خنكمل يقول الانيمي اوشي نوكو الموسم الثاني الرهيب وخاصة اخر ثلاث حلقات صح كلامه ادوارد لان ايد اليمين مقصوصة اي اي توني الحين قاعد احاول اذكر شنو مقصوصة اليمين او الان يسار صح يقول لان في موسم حقوشي نيكو كنت بدخل المانقا بس وقفت انتظر انيمي الساموراي الهارب ممتع واتفق معك بوخاد مو قوي بس يعني انشاف افضل انيمي عندي بكون هيرو حماس ومؤثر جدا انيمي ويند بريكر موسم الاول كان عادي بس سرح اشوف الثاني شرح الحمر عن موظفة الاستقبال حلو عجبني اللي تروح قبل اخلص بصمتي اه اي اي صح صح اي انيمي دكتور حضر حضر دكتور ستون اي دكتور ستون ايضا الاعلان راح ينزل اه بيكتب حجر كتب حضر دكتور حجر اي من الانيميات الممتعة ومشوق بس ليش تأثى كوار خلاص هو بيختمونها عرفت توقع تذي انا ما شفت الانيمي بس المانجا قريت منها اول فصلين وكان وايد قوي اي وقلت راح يي يوم وقرأ من اولا لا اخرا انتم شايفينها متابعينها مانجا ولا الانيمي اللي اي شيء الانيمي شايف انا وقوي وايد حلو ممتعة تعليمي يعني هذا الانيمي انا اقدر اقول لك اوصي حق اي احد عائلة بيشوفون عندهم يهال اصحكم بيشوفون دكتور ستون ممتع 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 على طارب دكتور ستون اهو الكاتب دكتور ستون الرسام اهو نفسه اودة حطها عشان يرسم مانجا تأيس شفتها مانجا تأيس كانت وايد حلوة لو شوف نفس الرسام صاح ممتع طرح حلوة كانت مانجا تأيس وايد ما قريتها اوكي انا بيشوفها باعد يمكن اعطيها انا ايس اشلون دخل طاقم ذا اللحية البيضاء وايد كان حلو عندك فكرة او تدري ليش يسمونها اللحية البيضاء وهو ما عندها لحية اي لان بالياباني هيجي تطلق على اللحية وعلى الشوارب الشعر اللي بالودش بشكل حتى اي اي هذه عرفتها من فيلم اكا هيجي اللحية الحمراء اعتقد اخراج اكيرا كروساو وبطولة توشيرو ميفوني فتعال وصلت لي هالمعلومة لا معاك على الخطة فعلا تمام يقول مان هو البداية بعد النهاية راح اتابعه لانا سمعت عليه مدح قوي انمي ايام ساكموتو ناطر ومتحمس له يقول سلامات للكاتب المعجزة والقوت توقاشي اساس ان ارد اوه يقول انا ما احب ولا افكر ارد اشوف الانمي اي انمي اي انمي اللي قلنا ان اول كنا نشوف الانمي مرة ورا مرة فهو الحين لا يشوف خلصت قراءة مانغا بيرزيرك واحلى خبر انها رجعت نعم وما دام انمي بلو بوكس عجب بوخالد راح اكمله شكرا شكرا ايضاك العافية كلمة بوخالد تنشي اكيد شرف ليه كلام الحمر ايضاك العافية والله ايضاك الصحة والعافية والله يعطيها الصحة والعافية الاختسارة عساكم على القوة والبودكاست ممتع شكرا صاير عندنا كذلك بعض التعليقات رد علينا يحية بآراءة في الانميات الموسم بالنسبة شفت اربع حلقات من الانمي بلولوك ونيقو بورو وثلاثمية وخمسين يوم الزفاف يقول باختصار بلو بوكس شاهدت اربع حلقات مستمتع فيه رياضي رومانسي جميل الني بورو يقول ما عجبني اللي هو صياد كان مديون وبعدك شفت انه فيه مرض يقول ما عجبني هذا يقول الانمي اللي هو ثلاثمية وخمسين يوم على الزفاف وهذا يقول ما اوصح فيه جدا طبعا كتب واسهب بالتعليق انا اتمنى لكم تشوفون تعليقه وكذلك انامي تشي يقول اول حلقتين رائعة وجميلة عندنا كذلك مشاركة طبعا التعليقه اطمع من شي دي بس حاولت اختصر وعتذر منك يحيئ وتقدر من تشوفون تعليق مجود يقول يعطيكم العافية الله يعافيك شادي او شادي يقول انا رشح حلقة رسالة معجب وان بيس للشباب ايق شكرا لك حلقة رائعة وجميلة للمشاعر ما حسيت فيها من زمان وخاصة لمتابعين انيمي وان بيس وانصح بخاد لمشاهدتها وبالاخص يعني تشكرون بودكاست جارة على الحلقة شكرا بالعكس شفناها واستمتعنا فيها عندنا تعليقين او ثلاث تعليقات ونخلص اوه تعليق سارة بنخلي اخر واحد لان نطويل شوي نعم معا عسكر يقول من زمان ما سمعت بودكاست انيمي مرتب والحوارات جميلة يطيك العافية شكرا لك كذلك يقول يعطيكم العافية يا شباب شكرا لك يا معن وما قصرت عندنا مشاركة من محمد احمد يقول سلام عليكم حلقات جميلة وممتعة ولكن اتمنى عند وضع الحلقات يكون هناك فهرة بسيط للأعمال المطروحة في الحلقات مرفقة مع كل فيديو لتكون مرجع لمن يريد المتابعة وشكرا انا اعتقد فهمت كلام محمد اللي هو احنا بوقت الدردشة قاعد نتكلم عن اكثر من الموضوع فيقول حط في فهرس في الحلقة شنو المواضيع قاعد نتكلم عنها بالدردشة احين جوابي لك احمد انا اتمنى ودي بس صعبة علي لسببين هذا راح ياخد جهد اضافي زيادة زيادة وبعض المرات ترى المواضيع ما نعطيها حقها يعني هي سالفة عابلة وراحت بضب فاذا حطيتها عنوان شنني اني عطيت رأي كامل فيها وانا فعليا ما عطيت رأيي لكن نشوف ان شاء الله عندي استاذي اللي اشرف على رسالتي عند قناة على على يوتيوب هم بعد رياضيات عند اكثر من الف وستمائة فيديو رهيبين جزء منهم طويل ممكن يوصل ليساعة بس اكثرهم ربع ساعة نص ساعة ربع ساعة نص ساعة ممكن كل يوم ينزل ثلاث فيديوات رهيبة رهيبة فيديوات ترى مو خفيفة مو اي شي لكن لهم على ماجستير وفوق يعني يعني فكرة فكرة بالماجستير او الدكتورة وينزلها بعدين عنده من الناس صار عنده متابعين اقوياء من اللي سوى الكتالوج هم اللي تابعونه قال يا جماعة خلاص اللي سوى اللي سوى فواحد منهم قال له انا شفت كل فيديواتك وكل ما كانت تثيه فكرة كتبتها وحاليا عنده كتالوج الحين هو هذا وايد مهم له لأن لأن أكثر من 1600 فيديو يوتيوب عطوه جائزة قالوا لهم وايد ناس عندهم نفس فيديواتك نحن خمسين حلقة فممتعبين ما راح نتعبكم وايد عزائنا المستمعين اللي اللي في حيل اللي في قوة اللي قدر يساعدنا يعني والله ودي أنا ودي يسوي شي هذا لأن أولا الكتالوج ما ما ينحط بالشي اسم راح يكون فيه لينك بالصفحة يكون فيه كتالوج الموضوع الموضوع ورقم الحلقة رقم الحلقة رقم الحلقة حتى ممكن حط الدقيقة يعني اي بالضبط فهذا هذا مشروع ضخم يعني هذا مو شي صغير ورح نحتاج فيه مساعدة حق حق اللي في حيل ويحب يساعد بودكاست جار وممكن ممكن نخليكم أعضاء شرف يعني عقب هذا هذا الجهد العظيم يعطيكم العافية وأي شخص يحاول يساعدنا يعطيكم العافية سعود محمد يقول بو خالد لا تدافع عن التحريق السيئ في بلولوك طبعا سعود رفيزنا اي 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 يقول بو خالد لا تدافع عن التحريق السيئ في بلولوك كابتن مادل القديم يصفت عشرة صفر سعود مادري انا شرحت بما فيه الكفاية على الموضوع هذا ومو دفاعه بس يعني حق بقى التوقع في الموضوع هذا عندنا كذلك آخر تعليق في الحلقة هذه طولنا عليكم شيء في التعليقات من سارة يقول يعطيكم العافية يقول يعطيكم العافية بخصوص أنا من بلولوك أنا ليلحين ما شفت الموسم الثاني لأني ليلحين ما كملت الأول بس من اللي شفت بالسوشال ميديا أعتقد كان ممكن مثلا يخلي شخصيات تركض ويخلونهم سلو موشن على ما الشخصية تقول كلام اللي هي تبي تقول يتحرك بطيء ولا أنه يكون واقف في مكانه ما يتحرك شيء مؤسف أنهم ما ضبطوه طبعا ناس الشي تقول مثل كارتما جدا القديم برأيي شغلهم كان أحسن أنه واحد يركضوا هذا مثل ما قال أبو خالد مو شرط تكون غلطة المحركين لكن ممكن المخرج نفسه ولي تحمل المسؤولية في الموضوع هذا وبخصوص تقاشي تقول بالنسبة لي تقاشي إذا ما كمل هانتر ما رح ألومه بسبب الظروف الصحية ومع أنه قال لنا شنو النهايات المحتملة أو نهاية واحدة رسمي قالها يعني بس أظل من فانزات هانتر وأحب العمل وأتمنى يقدر يكمل ويصير أنمي كملت بعدين يعني حاولت تختصر كومنت بعدين اكتمت كومنت ثاني حست أنه مقاطرة زيطيش العافية بالنسبة لأنيميات الصيف لوسف ساموراي كان ممتع وفيني فضول أعرف الشرير شنو سره أو شنو سر قوته وتابعت مايهيرو أكاديمية كان جيد بالنسبة لي بس عندي فضول إذا ممكن أسأل شنو الفايت اللي ما عجبه خالد تقول إحساسي إنه فايت ما بين أوتيشا وتوغا توغا البنتين هذا ولي ايه صح هذا هذا الفايت اللي ما عجبني حيل عطاني شعور ناردته يعني أنا آسل بس حيل يعني حلقة كاملة ما فيه 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 جوانب كثيرة الفايت هذا ما عجبتني تخيل من بداية الحرب لنهايتها تبي تقتله بعدين تصير عندي تبي تبرع لها بدمك بس يكفي ما عجبني وأيضا تابعت أنمي موسم الصيف اللي هو الغربان اللي قلت لي عننا إنت اسماعيل يتقراصو ايه تقول طبعا شرحته ما رح تقول شرح مالها عندنا حلقة نزلنا شوفوا حلقتنا عند زيد متابعين للحلقة ويطيك العافية سارة كلما تشوفونها سولنا الكتلوب يطيك العافية سارة على المشاركة وحاولت تختصر إني وصلنا إلى آخر تعليق في الحلقة هذه يطيك العافية أحمد يا الله يعافيك يا حلب وخالد يطيك العافية اسماعيل يطيك العافية عزيز المستمع وحاولوا تساعدونا بالنشر والشير واللايك والسبسكرايب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته